طيب صر واضحة عندك يا بنات طيب بصوا كده ركزوا معايا في اللي احنا نقول له في الحتة دي تمام والصورة اعطالكم تاني برضو احتياطي تبقوا بصوا عليها والدفاع عندكم دلوقتي احنا جاينا على جزء هنكلم فيه عن الجهاز المناعي التخصصي او التكييفي او النوعي بالنسبة للجهاز اللي هنكلم عنه ده دي الجهاز متخصص يعني ايه جهاز متخصص يعني كل مايكروب هيفكر يدخل الجسم عندي هيتم تصنيع خلايا منعية خاصة به هو بس ما يتفعش مع حدي تاني لان كده يبقى ده عندنا عملية تخصصية في المرة اللي فاتت لما تكلمنا عارفنا ان الخط الفطري كان من انه ايه خطين خط اتفاع اول والتاني فكان بيتم مقاومة الميكروبات بصفة عامة تمام بدون تحديد الميكروب معين كل الميكروبات بيتم مقاومتها بنفس القلية لكن المرة دي لا هنلاقي القليات القليات عندي هتبقى مختلفة شوي فتعالوا نشوف مع بعض كده بيقول لنا عندي في خلايا دم بيضاء اللي هي اللينفاوية لو انتم متذكرين ان كان عندي كزا شكل ما خلايا دم البيضاء كان عندي القاعدية عندي واحدة النواة عندي الحمضية عند المتعتلة وكان عندي نوع اللي هي بنسميها اللينفاوية ولو انتم فاكرين دي كان بقاوم الفيروسات وبقاوم عند الخلايا السرطانية ده في الجدول اللي فات احنا هنا بقى هنتكلم عن آلية التعامل مع الخلايا السرطانية ومع الفيروس. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. قال لي خلايا الدم والبيضات الخصوصية هنقسمها لنوعين. خلايا اسمها خلايا باقية. وهنسمها بيسل. وخلايا تاني اسمها خلايا تاقية. وده هنسمها تسل. يبقى انا كده عندي كم نوع من الخلايا تسنين? اتنين ايه و ايه? تسل تمام. نيجي بقى مع بعض يا جميل. كل واحد منهم يتميز بوجود حاجة على سطحه. ايه الميزة دا على سطحه? بالنسبة لخلية الباقية. قال عليها حرف زي حرف الوي بتاع الانجليز. وده هنسميه جسمه مضاد وممكن نسمع عنه. لما كنا ملاخد تطعيم الكورونا فاقولك الاكسام المضادة وما الاكسام مضادة هنتكلم عنها. لكن بالنسبة لخلية التاقية. قال عليها حاجة زي رقم 11. فبنسميه مستقبل تاقي. او الاختصار بتاعه. تي. خلية تاقية. اللي هو مستقبل الخلية التاقية. ده الترجمة بتاعتي اللي هي التلات حروف. طيب. الخلية التاقية لقينا منها ثلاث انواع. ايه هما? قال لي عندي واحد اسمها تاقية مساعدة. ومساعدة بالانجليزي يعني ايه? ها? هل بيبقى اول حرف اتش? فعملناها تي اتش. طيب. عمل اختصار تاني ليها اسمه تي فور. طيب يعني ايه تي فور? قال لي والله فيه بروتين على سطح الخلية دي. ويميز الخلية التاقية المساعدة. ان فيه بروتين على سطحها. والعلماء ترجمهم او سموا البروتين ده باسم. اتخدوا الاختصار بتاعه سي دي فور. ده اختصار ايه? التركيب بتاعه او المركب للبروتين الموجودة على السطح. فلما يجي يقول لعلل ليه سمينا خلية المساعدة تي فور. فبنيجي نقول له اللي وجود بروتينات على سطحها يطلق عليها سي دي فور. ونفس الفكرة حصلت معنا في القاتلة. اسمها تاقية قاتلة عشان بتقتل. او سمها عشان بتسمم الخلية وبتقتلها. طيب سميناها تي سي. اللي هي التاقية القاتلة. او تي ايت. طب ليه سميتها تي ايت? قالك برضو على سطح بتاعها بروتينات اسمها سي دي ايت. طيب النوع التالت من خلية اسمها تاقية كابحة. وده عندي في مكابح في السيارة لما عندي كوشة شاهد. شاهد احمد. ايه? طيب بتستخدموها في ايه? توقف في السيارة فاحنا عندنا في تاقية كابحة. مهمتها توقف لاتنين دول? امتى? لما يكون الجهاز المناعي ام بالمهمة بتاعته لأكمل وجه? والمايكروبات نسبتها انخفضت? فبالتالي يبعت لكم رسالة. شكرا على حسنا ايه? تعاونكم معنا? هدوا اللعبة شوي خلاص. الموضوع قرب ينتهي. يبقى ده عندنا تثبت الخلاية التاقية الاخرى سواء دي او دي امتى? لما يكون ما فيش حاجة اليوم خلاص. المهمة بتاعته. طيب لو جينا للتاقية المساعدة دي يا بنات خدوا بالكم انها. لان التاقية المساعدة دي هي محور الجهاز المناعي. ازاي? قال للجهاز المناعي بتاعنا بعد شوية هنعرف ان هو عند جهازين او قلية للعمل. في حاجة اسمها. مناعة خلوية. وده الجهاز المناعي فيها بتعامل مع خلايا زي الخلية السرطانية. خلية جوى جسم الانسان. احنا بعيد عن السماعين ربنا يحفظكم. يوميا في خلايا بحصل فيها خلايا. فبتغير وظيفتها. بدل ما خلية مؤدبة ومحترمة وبنت حلال بتشوف وظيفتها الاكمل واك. لا تحورت عندي الى خلية سرطانية. فجهازنا المناعي مجرد ما يبص كده ويشتبه فيها ان الخلايا دي اصبحت غير مزبوطة. بتقوم بوظيف مش مزبوطة. وبتنتج مواد كيميائية غير مزبوطة. ففي الحالة دي خلاص يبدأ الشك في الجهاز المناعي. مباشرة يبعت لها خلية قاتلة. ثم قتل الخلية ومضمراها. بهدف التخلص منها. عشان ما تسببش انتشار في الجسم. طيب. اتعرف على ازاي? اه نشوف الكلام برماءة بعد. طيب. في عندي نوع تاني من المناعة بنسمى مناعة افرازية او خلطية. ودي بتتعامل مع اي مادة كيميائية سائلة في الجسم. زي السموم. سم جاي اللي مسلا من وجبة غزائية. عقرب ارصني ثوبان ارصني. فده عبارة عن سموم دخل جوة الجسم. السموم دي بيتم التعامل معه بالمناعة الافرازية. يبقى انا كده عندي كم الية تسنيم? ايه هما? تمام. يا شهدية واقل. المناعة الخلوية هل بنتعامل فيها مع خلايا? اما نتعامل فيها مع السموم او افرازات? مع خلايا. طب يا شهدية احمد. المناعة الخلوية. الافرازية. هل نتعامل مع خلايا ام نتعامل مع افرازات? تمام. ايه بتكون سائلة. وهنعدل فيها بعد شوية. لما نجي ندخل عليها هنبدأ نعدل فيها. طيب. ازاي اللي بحصل? قال لت ايه المساعدة هنعرم بعد شوية. ان هي بتفرز الرسالة. الرسالة دي بتبعاتها ليه الباقية وتقولها يا باقية? ايه? انت اللي هتشتغل. ليه? قص فيه سائل غريب دخل جوا الجسم. فمباشرة خلايا الباقية اول ما يجي لها التعليمات ان هي اللي عليها دور تشتغل. مباشرة ايه اللي يحصل? تنشط. يعني تشتغل بعد ما كانت مرياحة او نايمة ما بتعملش حاجة وعادة بتتفسح في قلب اللينف او في الدم بتاعنا ما بتعملش حاجة? لا هتشتغل. طيب تتكاثر. يعني عددها هيزيد. لان انا ما يحتاج منها كمية كبيرة. طيب تتمايز عشان تعمل لي شكلين? هنسمع عن حاجة اسمها باقية ذاكرة. وحاجة اسمها باقية بلازمية اللي هتصنع عكسان مضادة. طيب. الرسالة اللي بيتم التواصل ما بين الخلايا المناعية بنسميها سيتو كينات. مش فاهم. تعال كده معي. انا عندي دلوقت رسالة بوصلها لكم. عن طريق لغة. اللغة دي متوحدة بنا. انا بكلبكم باللغة العربية وانتم فاهمين اللغة العربية. فبالتالي في تواصل ما بدنا يسمع لغة التواصل. طيب لو الجماعة جانب هتكلموا باللغة اللي هي تتلاقم معه. انا الخلايا المناعية بتاعتي والخلايا اللي موجودة في جسم بصفة عامة بتتعامل من خلال مواد كيميائية. زي ما احنا شفنا الهرمونات. مادة كيميائية بتطلع من خلية وتروح لخلايا تانية خلايا تشتغل. فكزلك الخلايا المناعية بتاعت الخلايا المساعدة هتبعت رسالة كيميائية للباقية ونقولها اشتغلي. طيب الرسالة بتاعتها تسمعها ايه? انتر لوكين رقم اربعة. وبنختصره انتر حرف الاي لوكين حرف الال ورقم اربعة بنحطه زي ما هو. لكن لما نروح ليه المناعة الخلوية نفس الخلايا التانية المساعدة افرزت المراضي انتر لوكين بس رقمه كام? رقم اتنين واختصاره اي اللي تو. الرسالة المراضي لما تفرز التانية المساعدة معروف انها مش هتروح للباقية. لا المراضة هتروح لمين? للتانية القاتلة اللي مهمتها ان هي تقتل المايكروبات. التانية القاتلة اللي مهمتها ان هي تقتل المايكروبات عنها. طيب هتعمل ايه? هتنشط هتتكاسر هتتمايز وتعمل لشكلين. ايه هما? قاتلة فاعلة ودي اللي هنسمعها. دي اللي هتمشي تقتل في الخلايا الغريبة او الخلايا اللي فاهم مشكلة او المايكروب اللي الجسم. قاتلة ذاكرة. وبردو زي الباقية الذاكرة. دي هتسجل كل اللي بحصل. تاريخ. بيسجل الميكروبي اللي داخل جوا جسمك. وازاي تم التعامل معه. والقضاء عليه. طب ليه? عشان التعارض الثاني يكون عندي اكثر كفاءة. اخدتوا تطعيم الكورونا ولم اخدتوش يا بنات? طبعا كلكو اخدتوه. طيب اخدناه ليه? عشان جسمنا يتضرب عليه. ما كانش فيروس حقيقي. ده كان حتة من الفيروس. بروتين من الفيروس. او فيروس ميت. فبالتالي جسمنا عمل تدريب عليه بحيث ان هو يكتسب خبرة من الكائن الضعيف. بحيث لما يجيلي الكائن القوي او الفيروس الحقيقي. فالتعامل معي يكون اسرع واقوى. تعالوا نقول مثال. اخي الصغير كل يوم بيجيلي مضروب من المدرسة. طيب هعمل ايه? اروح انا اضرب العيل اللي بيضربوه ما ينفعش. طيب انا هواديه لكابتن يعلمه فنون الكتال. اروح اخلي عب كاراتي او تايكوندو او اي رياضة. يبدأ يتدرب ويتعلم على الضربات. طيب بعد كده لما يروح للمدرسة خلاص اصبح مستعد وقت ما حد يجي يضربوه خلاص هو جاهز اتدرب قبل كده. فده اللي احنا بنعمله مع الجهاز المناعي. الجهاز المناعي قبل المايكروب اول مرة. تمام? ممكن يبقى ضعيف شوية في التعامل. لكن الكفاءة بمرو الوقت كل ما يتعرض اكثر كل ما كفاءته تزيد. فلما يجي التعرض الفعل بقى للميكروب تكون الكفاءة عند افضل ما يمكن. ها الكلام اللي احنا قلناه حتى رقان فيه مشكلة? يا بشر. لا تفضلي. ما هو? الخلال المساعدة هي بتفرز المادتين. بس بناء على التعليمات اللي هنشوفها بعد شوية وبعد ضحالك كمان شوية هي اللي هتحدد يا ترى ايهما افضل للتعامل? هل نتعامل مع الميكروب اللي داخل ده? لانه خلية ولانه افراز بناء على التعليمات اللي هتوصلها. طب عشان نفهمها تعالوا كده ندخل مع بعض في قلب الكتاب بتاعنا ومش هنشرح بالترتيب هنأكس العملية شوية. تعالوا كده يا حلوين واحدة واحدة. هنعمل اللي الا بالاول. هنعد كل الصفحات دي يا بنات. مش هنبص على دلوقتي خالص. الا لما نشرح الرسمة دي. نمص مع بعض كده يا بنات. ده اللي قدامي. اللي دي خلية بلعمية كبيرة. اللي احنا اخدناها قبل كده. كده في الخط الدفاع الثاني. كان بتهضم الميكروبات او البكتيريا وتحولها قطع صغيرة. لو الموضوع كان بسيط. الخلال بلعمية بتهضم وتخلص وما تجيبش سيرة. بتحول المادة اللي اخدتها الى مواد بسيطة. تمام? يمكن الاستفادة منها. ما هو الميكروب اللي داخل جوى جسمي او حتى السم اللي اتحقن جوى جسمي عبارة عن مادة كيميائية او جسم غريب بيتكون من بروتينات دهون كربوهايدرات. وانا كده كده باكل في الوجبات بتاعت المركبات دي. فبالتالي لما الخلال بلعمية اتفاتته حولته المواد بسيطة. كده جسمي يستفاد منها ولما يستفيد يستفيد. اعاد التدوير. ياخد الاحماض الامانية ونستخدمها في جسمنا. ياخد السكر ونستخدمه وياخد البروتين ونستخدمه. المهم هي يعني استخدام المواد اللي تمها هضمها. لكن المرة ده هنلاقي العمل مختلف. ازاي? الخلال بلعمية لما قابلت المايكروب خادته وهضمته وفتتته. طيب انا عندي حاجة اسمها بروتين وحاجة اسمها ببتيد. ايه الفارب الاتنين? البروتين مركب ضخم. كبير. لكن ببتيد وحدات صغيرة منه. تمام? والاصغر منه حاجة اسمها الاحماد الامانية لو انت سمعته عنها في الكيميا. يبقى تاني. الحمض الامينية ده اصغر حاجة. كزا واحدة مع بعض يعمل حاجة اسمها ببتيد. طيب الببتيدات لما نجمعها اكثر بيبقى عندي بروتين. واضحة كده يا بنات يبقى الحمض الاميني ده واحدة واحدة. الببتيدات عدة احماض امنية. طيب لو عندي الاف عشرات الالاف من الاحماد وارتبطوا مع بعض يبقى لا كده باتكلم عن بروتين. طيب احنا الكائن الممرض اللي هو بنسميه هنسمع كلمة بعد شوية معنا. الكائن الممرض ده تم هضمه. وتفتيته. وتحويله الى قطع صغيرة هي. اه ده قطع الصغيرة اللي تكون منها. طيب لو بصنا جول خلال بلعميا لا عندنا فيه شكل هنا موجود. طيب الشكل ده ايه? قال الشكل ده اسمه هلا. اتشي اللي ايه? وليه رقم كودي اتنين. عشان في واحد تاني هنسمع عنه اسمه هلا واحد. طيب خلينا في اتنين. عمل ايه? كان الاول هنا في حاجة مرتبطة بيه يا بنات? ها تسنين في حاجة مرتبطة بيه? تمام. بعد شوية ايه اللي حصل? بعد ما هضمنا الانتجين بتاعنا حتة من المرحوم اللي تم قتله من شوية. ثم ترتبط بهالة وهالة ام واخده وطلع على اول الخلية من برة وعرضاه. فلما عرضته برة سميناها خلية عارضة للانتجين. يبقى اتنا الحتة دي. عند المايكروب. الخليبة العمية. تعرفت عليه النواة جسم غريب. مباشرة هاجمت عليه. فاتتته وحاولته المواد بسيطة. طيب في شكل واحدات بنسميها بابتدات. اه ده شكل بابتدات. عندي فيه جزائيات اسمها جزائيات العرض. او هلا. رقمها كام اتنين. خلوا بالكم مرة يكتب اتنين عادي. ومرة يكتب اتنين باللاتيني. ما فيش مشكلة. دي او دي الاتنين نفس الشي. خلد عندنا حتة من المرحوم. اللي هو البيبتيد. وعرضه برة. فاصبحت الخليات دلوقتي اسمها خلية عارضة للانتجين. يعني حتة من المرحوم اللي كان موجود اللي هو المايكروب. طيب. ليه اختصار? الخلية العارضة للانتجين. في مية موجودة هنا في الكوت اسمها بس الحروب بتاعتها اللي هم اول تلت حروف اللغة الانجليزية. لكن لما نجي هنا هلاقي ما يكتب عندنا ABC البتقيلة. مش خفيفة. معايا يبقى اختصار الخلية العارضة للانتجين ABC. طيب. تم الهضم. الخلية البلعمية دي يا بنات ما توقفش في مكانها. تروح فيين? تروح عندي في اماكن في الجسم اسمها عقد الانفوية. ايه العقد الانفوية? بعضكم ممكن يجي في اوقات من الشهر بالذات البنات. بيبقى عندوكم بعض الالتهابات. فتلاقوا مثلا ورا الاظن كده تلاقوا فيه كلاكياء موجودة ورا الاظن. او لما يكون مثلا زورنا ملتهب نلاقي الكلاكياء دي برضو بتنشط. تبدي ايه ندي اسمها عقد الانفوية لما يكون في اصابة او ميكروبات في الجسم بتلاقي العقد دي بتكبر شوية لانه بيكون مليانة خلايا مناعية بتجمع الجيش هنا المناعي عشان يبقى قريب من اماكن الاصابة. طيب ان الخلية البلعمية هتمشي في قلب الجهاز اللنفاوي لحد اقرب عقدة اللنفاوية. مجرد ما توصل للعقدة اللنفاوية هناك. الاقي واحدة اسمها تاقية مساعدة اللي احنا سمعنا عنها من شوية. هتقوم راحة مرتبطة بيها. تمام? بجزء العرض اللي عرضها. خدوا بالكم ان هي عرضة هنا هش كم شكل يا بنات? شكل ولا اتنين? ها? شكلين. اه لما تهضم اللي ببتدى عندنا او اللي انت جينا تهضم. ادينا فيه منه مركبات ده بروتين او ده ببتد وده ببتد وده ببتد. فيه اختلافات بينهم ممكن فيه اختلافات. هي المهمة عرضت عندي. الخلية التقية المساعدة ممكن واحدة تجي ترتبط بدا واحدة تجي ترتبط بالتاني ما فيش مشكلة. المهمة عندي وعلى فكرة فالبكتاب ممكن ما تلمحوش الفرقة. اللي موجود بالاتنين. طيب. ادي عندنا دلوقتي. ايه المساعدة ارتبطت? بنسمي الحركة دي يا بنات اسمها التعرف المزدوج. تاني خدوا بالكم الحركة دي. المنزر قدامكم ده اسمه التعرف المزدوج. ليه تعرف مزدوج? لان خلية المساعدة تعرفت عندي على حاجتين. اول حاجة على جزء العرض اللي هو هلا. اللي كان مستخبج هو خلية البلعمية وما طلعش لما جاب حتة من المرحوم حتة من تاني حاجة. اتعرفت على المركب الكيميائي اللي جاي من الانتجين اللي تم حضمه. يبقى كده تعرفت على كم مكونة يا شهد يا احمد. مكونين. فبنسمي الموضوع ده اسمه ايه يا جميل يا شهد يا واقل. تعرف المزدوج. تمام? طيب عشان نربطها وما ننساش بسرعة. تعالوا كده نرجع كده بالصفحات الورا. عشان نجيب كده صورة التعرف المزدوج. اذا صورة التعرف المزدوج يا بنا. عشان لو انا جبت جبتها لكم الاول باش هتعرفوا تفهموه. اذا الخلية البلعمية. اللي لسه هضم المايكروب من شوية. واده جزيء العرض اللي هو هلا اللي كان رقمه هناك رقم اتنين. واده حتة من المرحوم اللي تم هضمه. واده الخلية التعية المساعدة اللي راحت ترتبط بيهم لاتنين. ارتبطت بجزيء العرض وجزيء البتين لاتنين مع بعض. فسمينا الموضوع ده اسمه التعرف المزدوج. للمستقبل التعي. يعني المستقبل التعي تم التعرف على مكونين مع بعض. مش كده يا بنات? اده جزئية معدناها. كده ربطناها بالكلام اللي جاي. طيب. اصبح عندي فيه تعرف مزدوج. ايه اللي بحصل هنا يا بنات? هنا بحصل حوار صحفي. ما بين الخليتين. ما بين الخلية البلعمية وما بين الخلية التعيقية المساعدة. ازاي? تبدأ المساعدة تستفسر. اللي انت قتلتي ده ميني? اه ده كان خلية. لا ده كان افراز. طب ده عملت ايه? طب فتتي ازاي? تعرف منها كل التفاصيل. وبناء على التحليل الكيميائي للجزء المتبقي ده. تبدأ الخلية المساعدة تتحول من مساعدة عادية الى مساعدة منشطة. طب منشطة المين? منشطة على حسب بقى المعلومة اللي اخدتها. يا ترى هتفرز الانترلوكين رقم اتنين زي ما احنا شايفين قدامنا كده? او هتروح في الصفحة اللي بعد منها وتفرز لي الانترلوكين رقم اربعة. لو بصنا نفس الخطوات. ادت خلية بلعمية. هضمت الانتجين. خرج جزء منه. عراضته. اصبح اسمها خلية عراض الانتجين. جاءت المساعدة بعد ما راحت الخلية البلعمية الاقرب عقد اللينفوية. قامت المساعدة مرتبطة بيها. ولما ارتبطت بيها سمينا الموضوع ده اسمه التعرف المزدوج لان اتعرفت عندها الحاكتين. اتحولت من المساعدة عادية لمساعدة منشطة. واسم الرضي افرزت انترلوكين رقم اربعة. يبقى احنا الرسمة الاولانية والتانية. هل في فرق بينهم لحد الجزء ده يا جميل? تسنيم. اربعة واتنين. يبقى من اول هنا يبدأ الخلاف بقى. تمام? هنا يتحدد من خلال المادة الكيميائية اللي طلعت سواء اتنين او اربعة. انا هشغل اي خط دفاعي من الاتنين. هل هشغل المناعة الخلوية? ولا المناعة الافرزية? طيب تعالوا بنرجع لالخلوية نكملها وبعد نجي للافرزية. نعم? مناحت بسجل بس الحد اللي امش عارفها منتش. انا والله يعني في دوامة حتى الوقت مش لقي اي وقت اعمل اي حاجة خلص. يعني عندي شغل كتير مش عارفة اصبع. طيب. اه ممكن احاول ارفعه لك بس اه من غير منتاج. معايا يعني احاول ارفعه لليوتيوب بس ااخد الايمالات بتاعكم بحس ان انتو بس اللي تقدروا تخشوا عليه. يعني ما فيش اي حد اضافة يقدروا يدخلها. على ما ايه ابا ازبط المونتاج بتاعها. نيجي مع بعض. عندنا في خلية ايه قاتلة. هي اللي خدت الانترلوكين رقم اتنين من المساعدة. فمن هنا فهمت ان الرسالة جاية لها. طيب معناها ايه? من خلال الانترلوكين رقم اتنين اللي هو وسيلة التواصل بين الخلية المناعية. قدرت تفهم ان هي اللي مطلوب منها ان هي تقتل الخلية. ومن وصفات الخلية دي واحد اتنين تلاتة. ما مش هتبقى قاتلة? نشطة? او فاعلة? وتروح تقتل اي حد يقابلها? اي خلية تقابلها? لا. من خلال الانترلوكين اللي وصلها دواتي مش هو نوع واحد. لا ده انواع كثيرة بس الملحك بتاعنا ما دخلش في التفاصيل المعقادة دي. طيب. اتا ايه القاتلة من خلال الرسالة دي? قدرت تفهم كل التفاصيل الخاصة بالميكروب او بالخلية اللي هي هتروح تقتلها. وبالتالي. الا ايها? نشطت? تنشط. الا ايها تكسرت? عشان تزيد في العدد. الا ايها تميزت? يعني عملت شكلين. عملت ايها قاتلة الذاكرة? ودي اللي هتسجل معانا. الاحداث التاريخية اللي بتحصل. مع التعرض الاول لمايكروب. في يوم الايام جانا مايكروب تركيبه كيميائي كزا تم انتعامل معه بالطريقة الفلانية والقضاء عليه بكفاء. طيب ليه? عشان لما الميكروب ده يفكر يدخل جسمي تاني? قبل ما نجي نقول يا بلعامي يهضمي ويعملي? هنسأل يا زاكرات حد يفيكو فاكر الميكروب ده? واحدة تقول ايوه انا فاكراه. ده بتعرضت ليه من عشر سنين? من عشرين? من خمسين سنة? من ميت سنة? انا فاكر الميكروب ده. طيب نسجل كل بياناته? ايوه نسجلها. ازي يتعاملتم معه بالطريقة الفلانية. يلا بسرعة. تعاملي معه بنفس القليل. فبالتالي الكفاءة تكون عنده اسرة. مش لسه نستنى البلعمية تهضم وبعد كده تاقرض وبعد كده تيجي المساعدة والمساعدة تبدأ تكرر. يا ترى الناشطة الباقية ولا الناشطة التاقية. لا الزاكرات على طول هي اللي هتشتغل معنا بشكل مباشر. فبتففر معنا فترة زمنية. اللي بيحصل فوق ده بياخد معنا ايام. لحد ما يتم. الكفاءة بتاعته ويظهر دي التأثير بتاعه. لكن لما تكون الزاكرة هي اللي ناشطة معنا بتاخد معنا ممكن يوم او اتنين. هبكون الكفاءة عندي اسرار. ادى القاتلة الفاعلة. لو بصنا عليها هنلاقيها بتفرز مادة كيميائية من جواه وعشان نفهمها اكتر هنقوم جايبين الرسمة اللي بعدها. ادى الخليات تاقية القاتلة. تعرفت على الخلية دي ان الخلية دي اتفها مشكلة ان الخلية دي خلية سرطانية. ثم رحم باشرة ان تفرز اول مادة اسمها بورفورين. بورفورين. طب دي بتعمل ايه? اللي دي تسكو بالغشاء بتعمل خرم فيه. طب ليه خرمية الغشاء او عمل الثقب فيه? قالت عشان المادة التانية اللي هتيجي وراها اللي اسمها جارانزيم. طب يا جارانزيم انت هتعمل ايه? قال انا هدخل على ال دي ان ايه? ادى شكل ال دي ان ايه عندي. قال مجرد ما ادخل عليه هحوله من دي ان ايه طبيعي الى دي ان ايه متحلل. هو انا يا شهد يا وائل لو قضيت على ال دي ان ايه? هل الخلية تظل حية ام تموت الخلية? لا موت الخلية. واضح كده الحتدي? يبقى الفكرة كلها ان انا قدرت ادمر المادة الوراسية ومجرد ما ادمر المادة الوراسية عاملة زي الرأس بالنسبة لي. لو اطعت رأس واحد فلاص. ما عادش لي اللازمة مات. فكزلك ال دي ان اللي موجود في هو الخلية هو اللي بيسيطر عليها هو اللي بيوجه للانكسام. فلما يجي الجارة انزيم ويحلله انزيميا هو جايب بيقول لي اوه يحدو استفاعل انزيمي يعني في انزيمات هتحلل المادة الوراسية اللي موجودة فبالتالي تم القضاء على ال دي ان ايه? يبقى في الحالة دي الخلية تصبح عندي خلية ميتة. يبقى نعيد من تاني على السريع. على اساس الناس اللي مركزتش معنا في جزئية تصبطها معنا. بنقول يا شباب يا ده كترة المستقبل. عندنا خلية بالعامية. تعرفت على ان في جسم غريب. اي ان كان الجسم ده سائل خلية احنا هنسميه انتجن. تمام? طيب عملت ايه مجرد ما تعرفت عليه? قامت هضمها مفتتها الكطع صغيرة. فاصبحت دلوقتي عندنا الخلية بتاعتنا مفتتها الانتجن بتاعنا او المايكروب الى قطع بروتينية صغيرة بنسميها ببتي ده. طيب هلها تحتفظ بقى في الداخل? لا. ده هي عايزة تقول الجهاز المناعي بتاعي الخط التالت يشتغل. وعمره ما يشتغل الا ازا طلعت جزائية العرض اللي قواها برا. عرضت الغسيل بتاعها. طيب. اه ده جزء العرض بتاعنا? اللي اسمه هلا? عمل ايه? اخت حتة من المرحوم. اللي قد يكون ليه اكثر من تركيب. وامت عرضها برا. تم الخلية التالي المساعدة اللي مستنياها في العقدة اللينفوية اول ما شافتها جاي من بعيد بسرعة عامت راحة مرتبطة بها. ايه اللي حصل? انت عملت ايه? ده انا هضمت مايكروب. كان طعمه ايه? طعمه لذيز. طب بتمريني حتة منه? اهي حتة ايه. فمن خلال التعارف المزدوج اللي تم بالاتنين تبدأ الخلية المساعدة تكرر هل هتنشط المناعة الخلوية ولا المناعة الافرازية? طيب. فتتحول عندي من مساعدة عادية الى مساعدة منشطة. وتفرز الانترلوكين رقم اتنين لو انا هشغل الخلوية. او رقم اربعة لو انا هشغل الافرازية. طيب. ادى عندي دلوقتي الانترلوكين رقم اتنين طلع. مباشرة من اللي تفهم الرسالة ان الرسالة دي خاصة بها? الخلية التعاية القاتلة. مجرد ما تشوف الانترلوكين جالها يعني معناها انت مطلوبة حاليا للتجنيد. لك مهمة كتال حالية. طيب انا الواحد ما ينفعش. شوفي جيش. فتدأ تنقسم عندي وتديني عدد كبير. فتنشط. يعني الاول كانت غير نشطة. اصبحت نشطة. تتكاثر. كان عندي منها عشرة عشرين مية الف. لا تصبح ملايين. ملايين. كمان لو عايزين. تتميز وهتعمل لي شكلين. قاتلة فاعلة ودي اللي هتقتل. تمام? الميكروبات اللي موجودة عندي او الخلايا اللي هتروح تهاجمها دلوقتي. او ذاكرة ودي اللي هتسجل معي عشان التعرض التاني يكون عندي اكثر كفاعة. طيب. يا قاتلة فاعلة انت زيها تقتلي? قالتان عندي سيموم مواد كيميائية هي اللي بقتل بها. اسموم ايه? قالتان عندي مادتين. واحدة اسمها بورفرين. والتانية اسمها جارانزيم. طيب بعمل ايه? قال لي ده بيعمل لي بس فتحة في قلب الغشاء. طيب ليه? عشان دخل الجارانزيم. انا ما اقدرش دخل الجارانزيم بشكل مباشر. لانه بيتعامل مع الديق نيباسي. ما بيعرفش يتعامل مع غشاء الخلية. فانا ابعت البروفرين عشان هو اللي يقدر يعمل للسجب في الغشاء. وبعد كده ابعت الجارانزيم من خلال للسجب ده. والقناة الجوفاء اللي انا عملتها. يدخل عدي ان يحلله. يدوبه. بتفاعلات انزيمية يعني يدمر ويفتته الكتاعة الصغيرة. خلاص ما عادش لي لازمة كأنه مش موجود. فتتحول الخلية من خلية حية الى خلية ميتة. اللي عنده اي سؤال يتفضل. بالنسبة ليه? الخلوية. واحدة واحدة. ها. قل لي يا تسنين. طيب. لا انا بكلم عن الخلوية. اي سؤال علىها دلوقتي? او اللي اشادي? بتحلل الدينية. بتعمل تفاعل انزيمي اهو. تفاعل انزيمي يعمل ايه? يحلل الدينية. فلما الدينية يتحلل عندي يعني داب. اتفتت لقطع صغيرة. عاد ما عادش معروف الهوية بتاعته. ما عادش معروف تركيبه الكيميائي ايه? ولا ترتيب القواعد اللي انا اخدها في الترم التاني. فبالتالي ما عادش قادر يقوم بمهمته. تقوم الخلية ميتة معي. واضحة كده? تمام. ايه تاني? طيب. نيجي نزبط الجزئية التانية بقى عشان تسنيم الفضول العلمي بتاعها يعني قتيلها شوية. عايز يشوف ايه الفرق اللي هنا. نفس الخطوات زي ما احنا قلنا. مايكروب تم هضنه الخلية لعرض الانتجين خادت حتة من المرخوم عرضته برة. فبقى اسمها يعني خلية عرض الانتجين بعد ما هضمته الى بابتدات عرض الجزء من الابتد برة. جات المساعدة تعرض مزدوج تمام? وتحولت من مساعدة عادية لمنشطة. لكن المرادة افتر اه افرز اه افرزت ايه تسنيم? انترلوكين رقم اربعة. طيب مين اللي يفهم ان الانترلوكين رقم اربعة يفهم ان الرسالة دي للخلايا الباقية? يبقى الانترلوكين رقم اتنين مجرد ما هي المساعدة ترمي انترلوكين اتنين? اي قاتلة جنب الميناء على طول تفهم? دي مهمتك اشتغلك. لكن المرادة المساعدة المنشطة هي اللي ماشي دلوقتي بتفرز انترلوكين رقم اربعة. فاي باقية معدية? يلا تقوم هي اللي شغال. ونفس ما حصل في التانية? ايه اللي يحصل? تنشط. ما كنش نشطة فتنشط. تتكسر. يعني العدد هيبدأ يزيد. الاف مئات ملايين. ملايين. اي عدد نفضل شغال معنا? لحد ما الجهاز المناعي يقوم بالمهم على اكمل وجه. طيب. تتميز. وتتميز عند الكام شكل? الشكلين. زاكرة. وزا ما احنا تعودنا اي زاكرة. بنحتفظ بالمعلومة الخاصة بالمايكروب. للتعارض الثاني. قد يحدث وقد لا يحدث. تمام يعني ممكن مايكروب يجيلي تاني. ممكن مايجيش. اللي لازم نحتفظ بملف ليه. نعمله نسخة كاملة بكل تفاصيله. تركيبه كيميائي ايه? قالت التعامل معاه ازاي? بهدف انه لما يجيلي تاني. يبقى التعارض ايه? التعامل معاه افضل ما يمكن. النوع التاني اسمها خلايا بلازمية. والخلايا البلازمية دي يا بنات عندنا مهمتها الاساسية انتاج الاجسام المضادة. طيب وتعالوا كده نقول للاجسام المضادة نقول لها كسة بسيطة. بعض منكم او ممكن نسمع ان واحد راح خد تطعيم كورونا وبعد تطعيم الكورونا راح عمل تحليل لا طلع اجابي كورونا. قال لي ازاي? هو تطعيم جاب ليه? يعني الكورونا? اه. طب ازاي يعني مش فاك? احنا لما نجي نعمل لك التحليل عشان نشوف عندك very features. كورونا او لا? بعض التحليل ما بيشوفش الفيروس. ال LGBT بيشوف ايه? بيشوف الجسم المضاد اللي تم تصنيعه. احنا بنقول مع بعض ان احنا لما اعملنا التحليل بتاع virus كورونا اتشافنا من خلال التحليل ان احنا عندنا الاجسام المضادة بتاع الفيروس. طب ازاي? او لما عملت التلقيح او عدنا تطعيم بتاع الفيروس اداني جزء من الفيروس او الفيروس نفسه ضعيف او الفيروس ميت. فبالتالي لما دخل جسمي الخلال بلعمية تعرفت عليه. على انه جسم غريب. ففتتته وهضمته الكتعة صغيرة. وعرضت حتى منه. فقامت جاء المساعدة. تعرفت عليه بالتعرف المزدوج. تعرفت على هلاء وعلى جزء اللي بيبتيد اللي بيسميه ببتيد غير ذاتي. تمام? اسمه كده يعني. طيب. وتحولت من مساعدة عادية لمساعدة منشطة. وبدأت قولي خلايا باقية في مادة كيميائية غريبة في قلب الجسم فانا عايزاك تتعامل معها. فبالتالي الباقية نشطت تكسرت زادت في العدد تمايزة عملت شكلين. زاكرة عشان تسجل الاحداث. وبلازمية ودي اللي كونة الاكسام المضادة. الجسم المضادة داي بنات ما بقتلش الفيروس ولا بقتل المادة الغريبة او الكيميا اللي موجودة في قلب الجسم الغريبة. وما اللي بعمل ايه? بروح يرتبط بها. طيب تعالوا نقول قصة كده عشان نزبطها. حسام ماشي في قلب الشارع? بالقرب من بيته? لقى في واحد شكل غريب قعب بتحرك يمين شماله. شك فيه. طيب حسام هيسيبه? لأ. امنا ده لاخوه اللي ابن عمه اللي ابن خالته. يا شباب تعاعدوا نشوف الرجل ده مين? وقمنا مسكن الرجل ومكتفينه وكل واحد مننا مسكه من جنب. طيب. همسكنا ليه? عشان نعيكوا من اداء المهمة اللي كان جاي يعملها. كان جاي يخطف حي الملاقيال اللي كان جاي يسرق بيت. احنا كده عملنا له عملية اعاقة. ما نعناه من اداء المهمة اللي كان جاي بسببه. طيب هل من ايه في صلاحيتنا نحن نقتله او نعجبه? بالطبع لا. نبعت نجيب مين? نجيب الشرطة عشان هي لتاق. او ده الجسم المضاد اللي عندي. الجسم المضاد اللي عندي مهمته الاساسية انه يعيك المركب اللي دخل جوا الجسم او الكائن اللي هيروح يرتبط به من اداء المهمة اللي كان جاي يعمله. وليكن الفيروس كنا احنا قلنا ايه يا شاهد يا احمد? كنا الفيروس قلنا اه ليه تعمله ايه؟ تمام بقى. بيتكسر بداخل الخلايا. فالجسم المضاد انا لو قلت له خد بالك الفيروس ده انا عايزك تتعامل معاه. هيبقى ماشي في قلب الدم يدور مجرد ما يلاقي الجسم جاي او الفيروس جاي بسرعة يقوم راحي الجسم المضاد مرتبط به. فاصبح بالتالي الفيروس متكتف من كل جنب. هل يا شاهد يا لوائد يقدر يخترك الخلية؟ يبقى كده اقنع عن اداء المهمة بتاعته. تمام? طيب نفترض ان انا عندي بكتيريا. موجودة في قلب الجسم. طيب تم التعرف عليها مسلا من خلال الاجسام المضادة. ام اترحم كاتفاها. تعالوا كده نشوف مع بعض. الصوحة اللي بعدها. الصورة اللي قدامكو ده مرتبط بكم جسم المضاد يا بنات. حد كده يعد لي? ها. من اللي خلص عد? ستة. آآ عندي ستة اجسام مضادة كل جسم منهم راح يتعرف على حتة وامسكوا منها. وارتبط بيها. طيب ليه يا جماعة مسكتوه كلكم? قالوا عشان نعيكم من اداء المهمة اللي كان جاي يعملها. البكتيريا دي جاتفر السوم. فاحنا لما الاجسام المضادة ارتبطت بها اعقطع من اداء المهمة بتاعتها. طيب نفترض ان هو كان فيروس تم الارتباط بيه برضو بالاجسام المضادة. اعقطع من ان هي تدخل بداخل الخلية وتختاركها وتتكسر كواه. يبقى الهدف من الاجسام المضادة هو يحيد. ماشي يعني يعيق الكائن اللي دخل او البانت الكيميائي اللي دخلت من اداء المهمة بتاعتها. طيب مجرد ما تم الارتباط عندنا بالشكل ده كده. تقوم الخلية البلعمية معادية. قال لا. انتم هالكم في ايه متجمعين عند النبي. اه والله ده احنا مسكين مايكروب وجسم غريب. تبتعلوا كده ما اقول لكم. تقوم لفة حواليهم كلهم ومدخلاهم جواها ورامي عليها الانزيمات بتاعتهم ودوبتهم كلهم. سواء الميكروب او الاجسام المضادة. الاتنين مع بعضها تم حضموه. طيب في واحدة منكم دلوقتي فعالها بتقول ليه هضم الاجسام المضادة. ما هو الجسم المضادة لما مسك الميكروب بقى لازق فيه لازقة بغيرة. مش عايز يسيبه. خلاص بقى قطعة واحدة معاه. مش هقدر راجل بلعمية تقول له طيب خلاص يا جسم المضادة عشان خاطر تسيبه انتا وروح. تمام? وسيب لي الميكروب اللي هتعامل معاه. لأ معادش ينفع. هتاخذ اللي اتنين مع بعض وتخدموا متفاتيتهم لمواد بسيطة. وكده كده البلازمية اللي احنا شفناها قبل شوية شغالة بشكل مستمر قاعدة بتنتج اجسام مضادة بالتوقف. لحد ما يجي لها تعليمات. شكرا على حسن تعاملكم. هد العمل شوء. واضحة كده يا بنات? ها? في مشكلة حتى الان في الكلام اللي احنا قلناه? الله ينور عليكم صاح. امت بقى? بعد ما الاكسام المضادة مسكته? لما احنا قلنا مسكنا الغريب في قلب الشارع? جبنا الشرطة قامت الشرطة واخدانا كلنا مع بعض. واخدى الكائن الغريب هو اخداني معاه. وصل كده الفكرة? يبقى مسكت لتنين مع بعض. معايا? طيب الهدف ايه? ان الاكسام المضادة مطلوقة في قلب الدم وفي قلب الجهاز اللي انفاوي ان هي تصطاد اي جسم غريب مباشرة ان تمسكه. وطعيكم المهمة. والخلية البلعمية مش هتتفسح ورا منهم. اي جسم مضادة تلاقيه? ماسك حد? تعالوا يا حبيب. وتقومها اجمام على ايه? ما تخليش ولا اي جسم غريب موجود عندي. واضحة? طيب تسنيم. هل سؤالك لسه موجود? ولا واضحة الرؤية? طيب. فيه ممكن نقطة كده تكون انتم منتبعتوش ليها. احنا قلنا الجسم المضادة موجود في المناعة الخلوية والمناعة الافرازية يا بناتك. الافرازية. يعني المفروض بيتعامل مع افرازات. احنا من شوية قلنا للأجسام المضادة موجودة في المناعة الافرازية. يعني بيتعامل مع افرازات يعني مواد كيميائية يعني اسموهم. تمام? ولما نيجي نوعا نلاقيه بيتكلم هنا في بداية المناعة الافرازية اول ما جا اتكلم عنها هناوقتي. المناعة الافرازية مناعة ضد الكائنات الممرضة مثل سمو. صعبات. فطر. سام. سموم. ميكروبات. سوائل موجودة في الجسم. يعني كل دول عبارة عن سموم موجودة. طيب هل كده لما الجسم المضاد مسك الميكروب بالمنزر اللي انتم شايفينه ده? هل هو مسك سمو? ولا مسك خلية? ماشي? تفسيرك صح. برافو عليك. مسك مكان معين على الميكروب نفسه. مدخيلين معي? يعني لما تعرف على البكتيريا اللي قدامي او الخليل اللي قدام مني. ما تعرفش علىها ككل. لا هو تعرف على جزء معين. تعال نقول المسال تاني. الحرام اللي احنا مسكناه بالشارع. انا مسكته من اين? انا مسكته من دراع اليمين. طيب والثاني مسكه من الشمال. واحد مسكه من رجله. واحد مسكه من بطنه. واحد مسكه من راسه. كل واحد مننا نتعرف على موقع محدد. ينفع يمسكه منه. فكزلك عندنا الاجسام المضادة لو بصنا هلاقي عندنا ست مواقع. لو ست مواقع دول نفس التركيب الكيميائي نفس التركيب الكيميائي هيرتبط بيه ست اجسام مضادة نفس التركيب الكيميائي. طيب لو انا عندي كل منطقة بشكل مختلف او بتركيب كيميائي مختلف هيرتبط بيه اجسام مضادة مختلفة. يعني ممكن الميكروب يرتبط بيه اكثر من النوع من الاجسام المضادة. جمع? بلان على ايه? على المواقع اللي تم الارتباط فيه. المواقع دي لما نجي فوق في اول الدرس. ونرجع للجزئة اللي احنا سبناها. هنعرف ان الموقع ده اسمه حاتمة. فلاقي عندي كم حاتمة موجودين عندي? ست حاتمات. مرتبط بها ست اجسام مضادة. لو الحاتمات دي متشابهة في التركيب الكيميائي يبقى انا عندي ست اجسام مضادة تركيبهم كيميائي نفس الشيء. لو الحاتمة دي ياتي مسلا وليكن صفرة ودي خضرة ودي بقى نفسجي يبقى لقي عندي اشكال مختلفة من الاجسام المضادة. بناء على التركيب الكيميائي الخاص بكل حاتمة من الحاتمات المضادة. واضحة كده يا بنات. طيب بص يا جميل. المناعة الخلوية بتتعامل مع خلية فيها انواة? المناعة الخلوية من خلال السمين اللي احنا قلنا عليهم البورفرين والجارنزيم اللازم بتتعامل مع خلية كون فيها دي ايه عشان تحالي للد ايه? كده موضوع انتهى. المناعة الخلوية. تتعامل مع خلية فيها د ايه? لكن المناعة الافرازية قد تتعامل مع السم مباشرة مادة كيميائية غريبة داخل الجسمي. انت بقول لك على حاجة. الدواء اللي احنا بناخده. هل هو مادة جوه جسمنا? ولا مادة غريبة? مادة غريبة. تم التعامل معا من جهاز المناعة. مع جهاز المناعة مش بالي يقول لها. انت دواء? اه طب خليك عايزينا. ولا يعرفها. هو شاف ان فيه جسم غريب دخل مباشرة الاكسام المتقدر راح ترتبط به وتبقى تفتته. ماشي? مالهوش دعوة. انا دي ادعوة لما اتعرف على الخلايا بتاعت الجسم. لكن اي جسم غريب يتم التعامل معه بشكل مباشر. تاني كده? الاكل? طيب. لا. الاكل اللي انت اكلتيه ده عبارة مركبات كميائية مع القادمة. لا يتم امتصاصها خلص الاف الامعاء. يعني ما بتدخلش الجسم الا من خلال الامعاء. معايا يعني اتعدي من الفم. ما ينفعش تمتص من الفم. ولا تمتص من النري ولا تمتص من معدة. ولا الاثنى عشر. تبدأ تمتص من الامعاء الضخفية. بعد ما يتمها اضمعها وتحولها مركبات بسيطة. وبعد ما تحاول لمركبات بسيطة تبدأ تعدي من خلال شبكة ضقيقة جدا من الشعارات الدموية. تمام? طيب. لما كن في تركيبها البسيط حمضة امينة تعدي. تمام? مركبات كميائية بسيطة تعدي. طيب المركبات الضخمة او التئيلة ببقى مغرورها بيكون صعب. معايا? طيب. الجسم ممكن يمر فيه مواد على حسب الانتشار تركيزه في الامعاء عالي وتركيزه في الدم منخفض فينتشر من الامعاء ويدخل الدم. ايوه. ما فيش مشكلة. لكن لو دخل الجسم بقى في الحالة دي يتيجل داخل الدم. يبدأ الجسم يتعرف عليه. هل ده من ضمن المكونات اللي احنا محتاجينها? ايوه المركب ده عارفينه. ده حمضة امينة بنستخدمه في بناء البروتينات. خليه. ده سكر بنحتاجه في بناء الجريكوجين او استخدامه في الطاقة. ده دهون هنستخدمه في التخزين الطاقة. تمام? طيب في مركب غريب. مين ده? اه شوف بقى. التعامل معك. لو هو من ضمن المركبات اللي بتصنع داخل الجسم مسلا وليكن زي هرمون. هرمون فقالية التعامل معاه فخلاص مفيش تعرض معاه. لكن لما يجي اي مركب غريب عن الجسم ويدخل الجسم يبدأ الجسم يتعامل معاه كمركب غريب ويحاول انه يفتتو او يدمرو او يحطمو زي ما انت شايف يا تركيب بتاعه بالنسبة لي الاجسام المضاطة. مضحة كده يا جميل? طبعا مش كل الادوية يتم التعامل معه نفس الالية. يعني في ادوية اه جهاز المناع ممكن يتعامل معاه. وفي ايه بعض الادوية بيكون تركيبها الكيميائي اصلا مشابه لمركبات بيكون في الاكل. معي يعني مسلا باخد فيتامين. طبعا الفيتامين ده اصلا موجود عندي مسلا في الخضرات والفواكه. فانا اخدت فيتامين. اه ما زي اللي في الاكل. فبالتالي التعامل معاه مش هيكون تعامل مع جسم غريب او كسم. تمام? يبقى المواد الغريبة للجسم اللي لا يتعرف عليه هيتعامل معاه كالنا سموم. وبالتالي يبدأ الاجسام مضادة تهاجمها وتحطمها. المهم نرجع لنقطتنا. الجسم المضاد قد يتعرف على جسم غريب. تمام? اهم حاجة ان هو عنده بالنسبة له يتعرف على تركيب كيميائي. على مادة كيميائية. مالهوش دعوة ازا كان خالية ولا مش خالية. ممكن يروح يتعرف على خلية بس مش كخلية. لا. يتعرف عليها كافرازات او سوائل موجودة على سطحها. ويتم التعامل مع السوائل الموجودة على السطح. ان هو يرتبط بها. فحجمه يكبر فبالتالي يبقى اعاقف الحركة. اعاقف التكاثر. اعاقف الاختراك لو يختارك الخلية. وبالتالي يتم القضاء عليه من خلال التهم وبالخلية البلعامية. واضح كده يا بنات? بتتعامل مع سموم وبتتعامل مش مع خلية بشكل مباشر مع السموم او المواد الكيميائية المفرزة من الخلية. يعني لم تتعرف على خلية كخلية. اتعرفت عليها كسمة مفرز منها. كمادة كيميائية موجودة على سطحها. واضح كده? دفر السموم ايوما احنا اتفقنا قبل كده ان البكتيريا بتفرز سموم. احنا عرفنا ان فعالية تعامل البكتيريا ان البكتيريا بتفرز سموم. تمام? فالسمة اللي موجودة على السطح حاليا الاكسين جسم المضرد وتتعرف عليه. لا البكتيريا بتطلع السم على جسمها من بره بسرعة عام راح متعرف عليه ومرتبط به. عشان يعيقوا من انتشار السم في الجسم. واضح كده? ايونا. مع الجسم المضاد بتاعي موجود فين? الجسم المضاد بتاع ليه اكثر من مكان. تعالوا قولهم لك كده عشان مش موزعين في قلب الكتاب. انا اعملهم في الصورة من تحت. الخلية الباقية لسه شايفينها من شوية كان عليها اكسام مضادة. يعني الخلية الباقية تعالوا نشوفهم مع بعض. قد الخلية الباقية. دي باقية. زاكرة. الاتنين موجود عليهم اكسام مضادة. لكن البلازمية مفيش على سطحها لان هي بتنتجها وجي وترميها برا. ما بتتعرفش هي. دي بتتعرف. من خلال اكسام مضادة الموجود على سطحهم بتقدر تتعرف. فالباقية سواء باقية عادية او باقية زاكرة موجود عليها اكسام مضادة. ادى واحدة. طيب راكم اتنين. حرة في الدم او الجازي المفاوي يعني قادة بتتحرك البلازمية صنعتها. وطلقتها في قلب الدم او الجازي المفاوي. فماشي في قلب الجسم تلف. اي جسم غريب. هي عرفة وينفع ترتبط معاه. لان هنقرأ في الجزئية بتاعت الجسم المضادة ان هو يشبه الكفل والمفتاح. المفتاح اللي معك يفتح باب الشقة بس ما يفتحش باب شقك. لانه يتعرف عندك لكن ما يتعرفش عندي. ولا يفتح باب قط. باب الشقة ما يفتحش باب القودة. لان في اختلاف في التركيب بتاعه. فكزلك الاكسام مضادة هنعرف ان في انواع كتيرة بلايين من الاكسام المضادة في قلب الجسم تمام? ماشي في قلب الجسم تلف في طول اليوم تدور على ايه جسم غريب تتعرف عليه تمسكه وتعيكه لحد ما تجي خلالة بالعمية وتلتهم الكل مع بعض. طيب على سطح الخلالة بالعمية. الخلالة بالعمية لما احنا شفناها تمام? قال لي برضو هنلاقي على سطحها اكسام مضادة عشان تقدر تتعرف على الميكروب وتعلمه. الخلال بدينا في الصورة اللي موجودة معانا في قلب الانواع خلال خلال دم البيضاء في اخر صورة من تحت هتلاقي برضو خلال بدينا عليها اكسام مضادة. وقال لي ازاي عارفت ان فيه جسم غريب وبدأت تفرز الهستامين. تمام? بدأت ارضو من خلال الجسم المضاد. الجسم المضاد موجود على السطح. فمباشرة اي جسم غريب ارتبطت به على طول تقوم تفرز الهستامين كاستجابة نتيجة وجود الجسم الغريب. تمام كده يا جميل? عند عند اي سؤال في الجزئية دي لحتى الان? متأكلش. الجسم المضاد ما بقتلش. الكرة كده العبارة دي? لا تستطيع الاجسام المضادة التخلص من الانتجم بنفسها. متعرفش. ما عندش الصلاحين هي تقتل ولا تقدر تقتل لان هو عبارة عن بروتين. هيروح يرتبط بس. بس ارتباطه بالمايكروب او بالانتجن اللي موجود بينبه الخلال البلعمية يا خلال البلعمية الحي. تعالي. انا مسكى جسم غريب. هتقوم جاعة بسرعة على الخلال البلعمية وتهضم عندنا المايكروب. وصل لكي لفكرة? تمام. نعم. ملحة. طيب لا. الخلال السرطانية خلالها فانواة ولا ما فيش فانواة? فانواة تمام كده? طيب احنا هنتعمل معها باي مناعة بها خلوية ولا افرزية? خلوية. طيب لو نفترضنا مسلا تعالي نفترض جدلا. ان الخلية السرطانية بدأ تفرز مواد كيميائية من عندها لبرة. مواد كيميائية اللي طلع منها مواد غريبة. اه ففي الحالة دي الجسم يبدأ يتعرف عليها كمركبات كيميائية ولا كخلية? يتعرف علي المادة الكيميائية بس. فيبدأ يتعامل معها كافرز. يعني افترضنا خلال السرطانية حاصر خلال عندها وبدأ تنتج مادة كيميائية معينة او بروتين معين وتطلقه في قلب الدم او في قلب اللينف. تمام? ففي الحالة دي يتم التعامل مع المادة المفرزة كأنها سائل او مادة سامة. فبيتم التعامل كمناعة افرزة. وضحت? لكن حسب منهجي انا عند الخلال السرطانية يتم التعامل معها بالمناعة الخلوية لانها خلية تحتوي على نواة. موضح كده يا جميل? طيب. خلال في قلب جسمنا? ده ما ممكن يحسبتها خلبي. طيب بص يا جميل. الخلال السرطانية عندنا بتفرز مواد كيميائية تحفظ الخلايا الاخرى ان تصبح خلال سرطانية. معايا كده? يبقى خلال سرطانية. افرزة مادة كيميائية. المادة كيميائية دي مجرد ما توصل لخلال تانية. ثم تحفز الخلال دي ان هي تصبح كمان خلال سرطانية. لكن سموم سموم? لا. احنا مادة كيميائية تؤثر على وظيفة تانية. ماشي كده جميل? طيب. تعالوا كده نقرأ المناعة الخلوية. والمناعة الافرازية نخلصهم مع بعض. والمناعة المكتسبة. وبعد كده نرجع نجيب بقى الجزء اللي يفوق هتلاقيه بقى سهل معنا. اه من يكرر لنا العبارة دي? يالله تفضل يا شهود. تمام سوان. يبقى احنا كده عندنا المناعة الخلوية اتعملت مع مين? كل شغلها مع خلايا. سوان كان خلية سرطانية. ايه اللي اعرفه? ما الخلايا دي فيه خلل في العمل بتاعها. زي ما يكون كده الشرطة والجيش مهمتهم انهم عادين يرقبهم اي شخص فيه اتصالات غريبة بيتكلم في التليفونات مع اشخاص غريبين من دول تانية. او بيروح للمناطق فيها قلق او مناطق حساسة. او بيحاول يحتكب اشخاص زي مناصب حسابة الدولة. مباشرة الجيش والشرطة ينتبه للشخص ده ويبدأوا يرعبوه. مجرد ما يمسكوا على ايه غلطة يقوموا سيطينه على طول. فكزال الجهاز المناعي طول اليوم قاعد يدور. يبص للخلايا ويرائبهم خلية خلية. حس ان في خلية منها فيها خلل في العمل بتاعها بتفرز مادة غريبة. اه مباشرة الجهاز المناعي يتعرف ان الخلايا دي خلية غريبة مباشرة ينشط الجهاز المناعي الخلوي ان هو يروح عشان يقتدل الخلايا دي ويتم التخلص منها. طيب او خلايا جسمه مصابة. عندي خلية فيها خل الماء. مش شرط ان هو يكون خلايا سرطانية. فيها خل الماء. طيب الهدف عندنا لازم نتضمر. ماشي. نكمل يا جميل. فين المستقبل دا يا بنات? اذا المستقبل اهو. اللي هو المستقبل التاعي. اذا خلية تاعية واحنا عرفنا ان الخلية تاعية كلها بتتميز ان على سطحها حاجة عاملة زي رقم حداشر. فبنسميه مستقبل التاعي وهنرجع لتركيبه فوق. تمام? اه دا المستقبل التاعي. واده جزئي العرض. واده الحتة من المرحوم اللي بنسميه جزئي الببتدي غير ذاتي. والموضوع دا كده بنسميه التعرف في المستقبل. تمام? كمل يا جميل. طيب منين جبال ان اخد بالنا من الجزئية دي. انها بقول دلوقتي انت ميزت معي اللي قاتلة فاعلة. وده اللي هتقتل الميكروب. وتعيش لفترة زمنية قصيرة. انا صنعت خلية مناعية لها مهمة محددة. مهمتها ايه? تروح تقتل الخلية دي. خلصت المهمة? خلاص خلال يومين تلاتة اسبوع. تختفي. تموت. ليه? ما هي قامت بالمهمة. ما انا مش اقعد اصنع خلايا مناعية ورا راكم في جسمي. لا. انا هعمل خلية زاكرة عشر عشر عشرين مية الف خلية زاكرة يسجلوا اللي حصل وهم دول اللي يفضلوا قعدين معايا. تبقوا البقيين اللي قتلهم يشكروا. في رعاية الله. هيموتوا ويتحللهم ويتم عادة تدوير المركبات اللي كانوا بتصنعهم انها في تكوين خلايا مناعية. تمام? طيب. المادة اللي كان بفرزوها اللي هي البورفرين والجرنزيم بنسمي الاتنين سموم او بنسميهم قاتل الخلية. البورفرين والجرنزيم الاتنين مع بعض بنسميهم سموم او قاتل الخلية. طيب. خلاص الشكل بالنسبة لنا في اي مشكلة? الشكل في اي مشكلة يا بنات? طيب. نجل اللي بعدها. يلا يا جميل كميلي يا شهود. طيب نجي هنا. احنا قبل كده كنا سمينا عن هالة رقم كام? وهنا دلوقتي فيه هالة كام? يبقى انا كده عندي اتنين هالة. تمام? ودولنا نتكلم عنهم بالتفصيل. طيب. هالة واحد فين? اذا الخلية اللي هتتأذل? عندها هالة واحد. لكن الخلية البلعمية هي اللي عندها هالة اتنين. يبقى لما يجي بعد شوية او هنرجع للجزء الاولاني هنسمع ان احنا عندنا نوعين من هالة. في هالة واحد وهالة اتنين. هالة واحد وده موجود في الخلايا التي تحتوى على نواة. ادى خلية فيها نواة ايه? هلا عندها هالة رقم واحد. لكن هالة اتنين هنشوفه فين? بنشوفه في الخلية البلعمية. تمام كده? طيب كميلي ايه امر? تمام برافا علي. ها في مشكلة بالنسبة للقاتل يا بنات? طيب. تاني كده? الفرق بين التي سي وتي سي ار طيب. تي سي اللي هي الخلية التقيقية القاتلة. والتي سي ار اللي هو المستقبلة لعلى سطحها. يعني دي خلية تقيقية قاتلة هين? بنسميها تي سي. الخلية القاتلة نفسها اسمها تي سي. تبع عليها مستقبل اللي هو الريزبيتر اللي موجود على السطح بتاعها اللي انت شايفها قدامك ده. ادى المستقبل او. فبنسميه مستقبل الخلية التقيقية. المستقبل سيل تي ريزبيتر سيل تي تي سيل ريزبيتر. تمام? طيب. فبالتالي بنسمي ده مستقبل خلية التقيقية. وهو ده اللي بقدر يروح يرتبط بها على جزء هلوان اللي هيقتله الخلية. يعني هيروح يقتل الخلية من خلال انه هو يبص علىها يلاقي على التركيب اللي هو هلوان. انهم براح مرتبط بها. وبالتالي يبدأ يفرز السموم الخاصة بالاتلة. اللي هو والجارنزين. واضح كده يا جميل. طيب. الله ينهارك. تي سي خلية التقيقية القاتلة. ماشي? ليه خلية التقيقية نفسها القاتلة. بس ده النوع اللي هو القاتل. يلا. تفضل يا شاهد يا واقل. ولا شاهد. اه هلا دي بيكون على الخلية نفسها اللي هيتم تدبيرها من خلية خلية التقيقية القاتلة. تمام? ماشي. يلا. تفضل. طيب. لا 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 بص اهو اللي كان على حتاك. ده جزء هلا. وده التسي ار. ماشي? وده الببتيد. جزء من البروتين. تمام? فاحنا بقول مركب. اي مركب كيميائي بكو من حاجتين. بكو من ايه? من جزء الببتيد. ويه جزء هلا. وده برضو بنسميه تعرف مزدوك. يعني احنا الوقت في عندنا نقطتين تعرف مزدوك. فيه تعرف مزدوك شفناه من فوق. الخلية التقيقية المساعدة. لما راح تتصل بالخلية البلعمية. واصبح عندي تعرف مزدوك. اي ده المستقبل التقيق. وده الببتيد وده هلا. نفس الوضع عندي. هنلاقي في الرسمة اللي تحت. نفس الفكرة. اي ده خلية تقيقية بس المراضي مش مساعدة. المراضي قاتلة. تمام? ومتصل عندي بجزء هلا. والمراضي هلا بيكون واحد مش هلا اتنين. وعندي جزء من الببتيد. تمام? وبرضو ممكن نقول عندي تعرف مزدوك. يبقى الخلية التقيقية كلها بتعمل حاجات عندنا اسمها تعرف مزدوك. تمام? التعرف المزدوك بتاعها ان المستقبل التقيق بيرتبط بحاجتين. بيرتبط بجزء عرض سواء هلا واحد او لها اتنين. وجزء بيبتيد. تمام كده يا جميل? يالله يا شاهد يا وايل. تمام. البروتين اللذي يساعد يبقى تركبه الكيميائي ما هو الا بروتين. مهمته يساعد. وليس هي قتل. عشان بعض الناس بتقول الجسم الضد بيقتل. لا ما بيقتلش. هو يروح يمسك الميكروب. او الانتيجن. او السم. ويعيقو من المهمة بتاعها. طيب. تفضلي يالله يا شاهد كمالي. مالك. يبقى احنا عندنا كم نعم الباقية? البلايين. لان الميكروبات اللي موجودة في الكون. ملاش عدد. كل يوم بنكتشف كينات ضقيقة جديدة. فيروس كورونا. مكناش نسمع عنه. بزهر. ويزهر فيروسات غيره اكثر. تمام? فبالتالي كل فترة بنسمع عن حاجة جديدة بتزهر. في حاجات احنا مشوفناش لحد الوقت. الارماء ما زالوا بيكتشف حاجات جديدة بتزهر كل الوقت. في حاجات ما زالت في المختبرات. ما زال جاري العمل عليها. تمام? سواء بتجارب آآ لفايدة البشرية او تجارب لضر البشرية. كل دي في حاجات موجودة في المختبرات. ممكن ما تامش التصرح عنها. فضلها تسنيم. لا. المناعة الخلوية بيتم التعامل مباشرة مع الدي ان ايه اللي تحطيبه. لكن هل ممكن الخلية لو افرزت مادة كيميائية على سطحها? تمام? كمادة غريبة? فالحالة دي ينشط الاكسام المضادة ترتبط دي. واضح كده? يعني الخلية بتاعتنا لو بدأت تفرز مادة غريبة آآ ففي الحالة دي الجهاز المناعة يتم التعارف على ان في مادة غريبة وبالتالي يبدأ يتعامل مع الاجسام المضادة. ماشي كده يا جميل? سوف ترغب ما سوف تسلم في التزجاج. كمي لسى هكذا نفس الكلمة اللي قلناها. ان احنا عندنا في خلايا مدتها مهمة وسيارة. تخلص مهمتها. وشكرا. يتم تدميرها. او تموت. ويتم التحلل بتاعها. واللي يعد استخدامها مرة اخرى. وخلايا ذاكرة اللي تعيش معنا لعشرات السنين. طيب. قاعدة عندنا الرسمة بتاعتنا خلاص ما فيش فيها اي مشكلة. يلا كامل يا تسنيم. صح والله على طر. يجيلي سؤال في الاختبار. لا تستطيع الاكسام مضادة تخلصنا انتجيناه بنفسها. صح ام خطأ? طبعا بعض الطرابة سألت ما تلاقي كلمة لا قدام منها? لا. لا يا بالعبارة غلط. اكيد بتستطيع. انا خبالنا. لان في عندي عبارتين من فيهين في الدرس ده. لا. وهنجيلي ايه اللي التانية بعد شوية ان شاء الله. ها كميلة جميل. بتاع ان كده شوف ايه? مثل السموم. يعني ده بنركب كيميائي. وبمستقبلات غشائية موجودة على سطح الخلية المستهدفة. يعني الخلية المستهدفة اللي هنروح نقتلها. تمام? عليها مادة كيميائية على سطحها. فبالتالي الاكسام المضادة راح تتعرفت على المادة مش اتعرفت على الخلية. اتعرفت على الافراز اللي طالع من قلب الخلية. يبقى اتعاملت مع مادة كيميائية وليس خلية ككل. تمام كده? ماشي. نجيبها الاساس عندنا ان هو منعه ان هو يروح يقدل المهمة بتاعته. كان راح يعمل ايه? يختاري خلية. هنمنعه. كان راح يفرس هنمنعه. تمام? يبقى انا كده منعته. طيب. فبالتالي قام بايه? بتحييد الكئن الممرض. يعني خلاك غير قادر على اداء المهمة اللي كان جاي يعمله. تمام? وابطل عمله. يبقى احاده على اداء المهمة غير طريقه وفي نفس الوقت ابطل العمل بتاعه وخلاك القادر على اداء العمل. ماشي يا جميل. كميلي. الجسم المضاد هو الان بالمهمة دي? بارتباطه بالمادة كيميائية السامة او بارتباطه بالخلية نفسها من خلال الافرازات بتاعتها. كده عمل لها عملية اعاقة. تمام? حدا عن اداء مهمتها او دورها اللي كان جاي بتعمله. وابطل العمل بتاعها. ماشي نكمل. طيب العبارة دي مش هنفهمها لما نرجع للجسم المضاد. هنعرف ان الجسم المضاد فيه اربع سلاسل بروتين. تعالوا كده نجيبه مع بعض. عشان نزبط الحتة دي مرة واحدة. ما شاء الله خطبط واحدة من النوس. طلعنا الدرس الوجيه. اداء شكل الجسم المضاد يا بنات. عندنا عبارة عن اربع سلاسل من الببتيد. والببتيد دي يعني بروتين زغير. طيب فين السلاسل? عندي سلسلة بنسميها سلسلة ثقيلة ليه ثقيلة عشان طويلة. وسلسلة تانية برضو عندنا ثقيلة اداء السلسلة التانية. يبقى عندي كم سلسلة 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 ببتيد ثقيلة. وعند اتنين خفيفة اداء واحدة. واداء التانية. يبقى عندي كده اربع سلاسل. اتنين خفيفة واتنين سلسلة. مش كده يا بنات. يبقى عدد سلاسل اللي ببتدي الموجودة في الجسم المضاد بنوحلها اربع سلاسل. اتنين ثقيلة واتنين خفيفة. طيب من حس التركيب. عندي منطقة ستة. منطقة متغيرة وبينهم نفصل. منطقة ستة. منطقة متغيرة وبينهم نفسها. طيب الجزء اللي فوق ده يا بنات بنسميه موقع ارتباط الانتيجين. موقع ارتباط الانتيجين. ولو بعضكم جاب مراجع من بره او شاف من بره هيلقى ان المنطقة المتغيرة يا بنات مش الجزء ده كده. لا. الجزء ده. يا دي المنطقة المتغيرة. يعني الجزء ده كده هو المنطقة المتغيرة اللي هي موقع ارتباط الانتيجين ده المنطقة المتغيرة. لكن في قلب كتابنا اعمل على الببتات الصغيرة دي ان هي منطقة متغيرة. فبعض الطلبة تخطأ وتجي تقولي سلسلة الببتات الخفيفة هي المنطقة المتغيرة لك. المنطقة المتغيرة هي الجزء اللي فقدامنا ده لازر او لحمل. طيب. ليه سموها منطقة سابتة? لان كل الاجسام المضادة عندها نفس الحتة دي. سابتة عند الكل. طب ليه المنطقة متغيرة? لان بتتغير على حسب الانتجين اللي هروح نهاجمه. او نرتبط به. يبقى منطقة سابتة موجود عند الكل. منطقة متغيرة? بيتغير تركيبها كل مرة على حسب الميكروب اللي هتروح ليه. ثم ثعبان لجسم مضاد. ثم بكتيريا لجسم مضاد. ثم فطر لجسم مضاد. والفطريات انواع. والثعابين انواع. والعقارب انواع. فبالتالي كل مركب كميائي داخل جوة الجسم هيصنع له جسم مضاد يتلائم مع تركيبه كميائي هو بس. طيب. من شوية كان بيقول ان خلايا البلعمية بترتبط بالمنطقة السابتة اهو جزء ده كده. دي المنطقة السابتة. اللي هي اللي عندنا هي في الجزء ده. فالخلايا البلعمية لما ترتبط هترتبط بالجزء ده. لكن لما الجسم المضاد يرتبط بمايكروب هيرتبط عندنا بالموقع ده. اللي بنسميه موقع الارتباط بالانتجين. وده اللي واضح معنا في الصورة اللي بعد منها. يلا جميل. ده كراءة لسه بقيت العبارة. عند ازن? عند ذلك? تمام. بنبص كده مع بعض. اده الخلايا البلعمية اللي بغي نقول عليها هي. مرتبطة بمين? مرتبطة عندي بالمنطقة السابتة. اده الجسم المضاد بتاعنا ده هو حرف الوية. هي الخلايا البلعمية مرتبطة في الموقع ده. طيب المنطقة المتغيرة اللي هي الجزء ده. مرتبطة مع الميكروب. يبقى المنطقة المتغيرة بالنسبة للجسم المضاد اللي هي الجزء اللي فوق. ده اللي بيرتبط بالانتجين. لكن المنطقة السابتة دم تكون متصل عندي بالخلايا البلعمية. وفي النهاية تم هضم الاتنم مع بعض. ماشي كده يا بنات? يلا لبعدها. ها. كراء اللي كده الاربع خطوات دول يا شهد يا احمد. شهد احمد. تمام يبقى احنا كده عرفنا الموقعين للارتباط. عند المنطقة سابتة ومنطقة ايه المتغيرة. تمام? ماشي. اللي بعدها. حاطمت الاتنين مع بعض. ما فرقتش. تعالوا انتم الاتنين كده. وقمت واخدوا هم فرماهم الاتنين. طيب ايه اللي بعدها? وفي النهاية. تمام برافو علي. هنا بقى بيوضح ليه الترس خطوط اللي احنا قدناه. خط دفاع اول زي الجلد والعرق والدموع والمخاط والحمد المعدي. الخط التاني اللي كنا بنسميه الاستجابة بالالتهاب والبلعمة. اللي شفنا فيه الهزدامين ودوره. وشفنا الخالبة العمية ودورها. والخط التالت اللي هو قد يكون استجابة مناعية خلطية افرازية. خطو شرطة ميلة. والاستجابة بالمناعة الخلوية. عشان في بعض الناس بتقول الافرازية والاستجابة بالمناعة الخلوية. فبتعتقد ان اللي فوق دي جملة. والتحت دي جملة. فبيتلبخ. ده. شرطة ميلة هنا كده عشان اللي فوق دي يتخلطية او افرازية هي نفس الايه الاستجابة. والتاني اللي هي المناعة الخلوية. طيب. تعالوا كده نعمل المناع المكتسر بيقول لي فيه عندنا حاجة اسمها الجدر المائي ماشي؟ تشيكن بوكس فبنقول عندنا ان الجدر المائي او ممكن واحد منكم يكون سمع عن فيروس اسمه الهربس او بيسموه هنا العجنجز تمام بيكون بقى عباس زهر في البنجل بقولك انت بتتعرضي لها مرة واحدة بس في حياتك تب ليه؟ لان الجهاز المناعي اشتغل عليها اول مرة والموضوع طول معي قاعد ما بين خمس لعشر ايام لحد ما جهاز المناعي اثبت الكفاءة بتاعته ويادر يقضي على الفيروس او الميكروب اللي دخل جوه الكسم طيب الفيروس ده قد اتعرض ليه مرة تانية بس في الحالة دي جهاز المناعي عنده خبرة سابقة في التعامل معاه فبينشط بسرعة ويتخلص من الميكروب في فترة زمنية قصيرة تعالوا كده نبص على الرسم البياني اللي موجود في الصفحة اللي بعدها عشان يقدر يوضح لنا اده عندنا تعرضين اده التعرض الاول تمام؟ واده الفترة الزمنية اللي احتاجناها ممكن عشان تفهموه اكتر تحطه تركين صفر واحد اثنين تلاتة اربعة بالمسترة كده معايا يعني بالمسترة مثلا تجيب المسترة وتعمله مثلا بالشرط وتشوفه هيطلع معاك وادية ونفس الوضع هنا من اول النقطة دي كده برضو صفر واحد اثنين تلاتة ويه وتزوده هنلاقي ان في التعرض الاول اخد معايا فترة زمنية وليكن لحد ما وصل للنقطة دي كان حوالي خمس ايام وكان تركيز الاجسام المضادة عندي مثلا وليكن هنا هندي التركيب مثلا وليكن عشرين لكن لما نجي في المرة التانية علي خلال يوم واحد عملي نفس الكمية وخلال الخمس ايام عملي تقريبا خمس اضعاف او عشر اضعاف اللي صنعوا من الاجسام المضادة في المرة الاولى يبقى ايهم افضل واكثر كفاءة هل التعرض الاول اما التعرض الثاني يا شهدي احمد؟ التعرض الثاني يكون عندي اكثر كفاءة بل اذا احيانا واحد مثلا ممكن يكون مريض نفترض مثلا مدرس بيدرسكم او انتم عادين معايا على طاولة واحدة واعتصت تمام؟ ممكن بعضكم يزهر عليه اعراض المرض تاني يوم وممكن بعضكم ما يزهرش عليه اعراض المرض ما شاء الله عليه منعته قوية لا مش شرط ممكن كان هو سبق له التعرض قبل كده لنفس الفيروس اللي انا اعتصته وكان عنده خبرة سابقة ليه ومكون خلايا زاكرة فمجرد ما دخل الفيروس مرة تانية اه فاكرينك انت دخلت قبل كده من سنتين دخلت من شهر دخلت من اسبوع احنا قتلناك بالطريقة الفلانية فهم بشارة تنشط الخلايا الزاكرة بتاعتنا اللي ايه الباقيات الزاكرة هو تصنع لاجسام مضادة في فترة زمانية اقصر بغى ما كان بتاخد عند الشخص الطبيعي خمس ايام لعشرة ايام تمام اللي هتاخد معنا فترة زمنية يوم او اتنين فبالتالي ممكن الشخص ده ينتج كمية كبيرة من الاجسام المضادة في فترة زمانية قصيرة فيكون عندنا الاعراض ما يبانش عليه تمام يبقى مصاب بس ما يبانش عليه الاعراض تمام لان جهاز المناعي قدر يقضى على المايكروب في فترة زمانية قصيرة قبل ظهور الاعراض تعالوا نجيب الكلام ده من اللي قلناه اي دا عندنا بقول لي مثلا جدر الماء او النكاف انت بتاخد مناعة ضهومة طيب دي اسمها ايه اسمها مناعة مكتسبة تعارفها ايه مقاومة الجسم اللي كانت الممرضة التي سبكت تعرض ليه هو احيانا نسميها مناعة ثانوية طيب خمال الاستجابة دي ازاي من خلال المناعة الاولية اللي هو اول مرة اتعرض للمايكروب ايه اللي حصل فيها اخدت من خمس لعشر تيام لحد ما جسمي خلابة العمية هضمت وفتتت وعرضت وجات التائية المساعدة اتعرفت تعرف ونزدوج وحاولت المنشطة وبعد كده بدأت تحدد هشتغل خلوي هشتغل مناعي وامة مصنعة الزكرة فالموضوضة اخد معنا فترة زمنية لحد ما قمنا بالمهمة دي من خمسة لعشر تيام والخلابة المناعية اشتغل بتاعتنا سواء كان باقية او تائية ولحد مواصلة الاقصى حد لها كان تقريبا في من خمسة لحد عشر تيام فلاذا بعضكم بيجي له برد او انفلوانزة يقعد له تلت او اربع او خمس او اسبوع او عشر تيام والدور يروح لوحده. ايه اللي حصل? الفيروس اللي جالي ده اول مرة يجي له. لان الفيروس انفلوانزة في منه انواع كتيرة مواش نفس النوع فيه تحورات زي الكورونا كده ما احنا شفنا الكورونا فيه تحورات والانفلوانزة فيها تحورات الانفلوانزة العادية اللي بنسمعها الموسمية وفياتها على مستوى العالم في السنة خمسين الف حالة. يعني احنا ممكن يجي له دور انفلوانزة عادية ويومت منها. تمام? الكورونا حاليا بقت عادية دلوقتي هنتعامل معها بعد ايه? في المستقبل بعد سنة اتنين بقى عادية زي ايه زي الانفلوانزة. خلاص بقت حاجة مسيمية. حاجة بتيجي بتروح. بناخد دع تطعيم زي ما احنا بناخد تطعيم الانفلوانزة. طيب. في اسناء الخنس او عشر بيكون قوية جدا. مواسعة الانتشار. وممكن تكون مسبب مرض خطير وممكن تقضى على الواحد. يعني ما بيكون المايكروب جاي لأول مرة ممكن تكون عندي الجسم ضعيف قبل منه والمايكروب بيحاول ان هو يكون شارس جدا في التعامل مع الجسم. فيظهر مسلا سخونة بكمية كبيرة او ارتفاع في حرارة الجسم وممكن واحد لقدر الله يموت. فكنا نسمع زي ما نقولك ده مات من الحمى. زي ما احنا بنقرأ كده في عن بعض الشعراء او بعض الناس اللي في كتب التاريخ. قولك مات من الحمى. ايه الحمى السخنية? كان عنده مايكروب دخل جوا جسمه. جهاز المناعي بدأ ينشط. سخن. تمام عشان ان ايه? زي ما احنا شوفنا في الخط التاني. استجابة بالالتهاب والخلال البلعمية والبيروجيناب. فبالتالي لما سخن عشان يقوم المايكروب. لكن زي ما مما كانش فيه ادوية. تخفض الحرارة بسرعة زي ما احنا حاليا المصنعين. عندنا الفولترين وعندنا البروفين وعندنا وعندنا مركبات كميائة كثيرة. ولو الحرارة ما نزلتش بسرعة ندي له حقنا. تمام بحيث بهدف ان احنا نخفض الحرارة. لان احنا حارف لو حرارة زادت عليه ممكن تضمت خلايا المخ وتقدل وفاته. بعدها كان زمان ما فيش الكلام ده. فكان يموت مناح. لكن رواد الحالي بقى عندنا نسبة الوفيات من الحمى مخفضة نتيجة التطور. طيب. لكن لما نجي للمرة التانية. خلاص الجسم اصبح عنده خبرة سابعة من خلايا الخلايا الزاكرة. الجسم هيصاب بالكان الممرض. والاستجابة هيكون عنده اسرع على عكس فوقها هيكون بطيئة. فبنسميها مناعة ثانوية. يبقى المناعة الاولية ده اول مرة تعرض. المناعة الثانوية دي تاني مرة تعرض اول مرات التالية دي. الاستجابة اتفقنا على انها بيكون سريعة جدا. لدرجة ان ممكن نضمر كان الممرض قبل ما تظهر الاعراض بتاع المرض. يعني ما يبانش على اي اعراض خالص ولا يباني ان هو تعرض. طيب وده المبدأ اللي بيرتكز على اللقاح اللي هو التطعيم اللي احنا اخدنا الفاكسين. خدنا اللقاح عبارة عن ايه فيروس ميت او ضعيف. عملنا ايه دربنا جسمك عنه. خلى جسمك اتضرب عليه. ممكن احنا اول يوم في التطعيم حسنا بهرطان. حسنا بدوخة. مش قادرين نمشي هبطنين شوية سخلنا شوية. هيتو كل ده اعراض ان جهازك المناعي بتعامل مع جسم غريب. وكون خلايا زاكرة. طيب الفايروس لما يجي لي تاني في نفس المادة الكيميائية اللي هو حقانك بها قبل كده. فبالتالي مجرد ما الفايروس بيدخل قال له التركيب ده شوفنا قبل كده. شوفنا الحتة دي منه. اه ده جسم غريب. فمباشرة خلايا زاكرة تنشط وتبدأ على طول تتعامل مع الكائن الممرض بسرعة وباكثر كفاءة. الاتلقاح مركب في كائن الممرض ميت او ضعيف. طيب الهدف منه اضرب جهاز المناع عليه عشان ازود كفاء. طيب الكائن اتعرف عليه هو ضعيف تمام? فبالتالي ما سبب ليش مرض لانا كنت احطط لك اصلا ميت او ضعيف. فمش هيز جهازك المناعي. ده جهازك المناعي هيتضرب عليه بس. لكن حفز جهازك المناعي ان هو يبدأ استجيب سواء استجابة خلاوية او افرازية. طيب لكن لما يجي للم ميكروب الحقيقيق بقى المرة التانية المهاجمة المتاعة هكون سريعة هكون قوية وما تظهرش عليك اعراض المرض. فدي زي يقول لك اه ده اللي خد التطعيم ممكن ييني الى المرض ايني الى المرض عادي. لان ممكن الفيروس يدخل جسمه وما يبانش عاديه. لان جهاز المناعي قوية. تمام? فبالتالي جهاز المناعي هيتعامل مع الميكروب او يتعامل مع الفيروس دون ظهور اي اعراضة. لكن نخبرنا ان مناعة الثانوية اللي هو التعارض التاني بنعتمد فيه على الذاكرة. للمساعدة. موجودة في جزء عن ديناء. من خلال الزاكرة سجلك كل المعلومات عن الانتجين اللي سبق التعرض ليه. تمام? ومباشرة مجرد ما بتيجي انخليز زاكرة تتعرف تنشط وتفرز لي بقى. سواء كانت قاتلة الدين القاتلة فاعلة سواء كانت آآ باقية تفرز اجسام مضادة الديناء بلازمية منها والبلازمية تنتج لاجسام مضادة بكمياء كبيرة وفترة زمنية بصيرة. نقبلنا ان من حيث العمر الباقية العادية والتاقية العادية فترتهم ايام لكن الزاكرات عشرات السنين وقد تظل العمر كله. هذا عندنا. حين لا تعيش الباقية والتاقية العادية الا ايام معدودة لكن بالنسبة للزاكرة سنين عشرات السنين قد تصل للعمر كامل. لو تعرضت الميكروب مرة تنة. خلايا الزاكرة تتعامل بسرعة وتنقسم بسرعة وتنتج لسواء اجسام مضادة من البلازمية او تاقية قاتلة اللي بنسميها المراضة وهنا بنسميها نشطة. تاقية نشطة يعني تاقية قاتلة نشطة. واخدال يوم او اتنين بدل خمسة عشر ايام يتم القضاء على الميكروب. مشكلة يا بنات؟ اي مشكلة كتب في الجزء اللي احنا قلناه؟ من عادية معلش انا ما قرأتش فيها كويس عشان انا ما افتش في حاجة من قرأتش كويس. تمام؟ يعني انا حزام ناري انا اسمع عن عميتها حينا بتصبي يا ربنا يا شفاء ويعافية يا رب. تمام؟ لكن انا بصراحة ما اتعمقتش ولا اقرأت فيها. معايا؟ اعتقد ان الاتنين مش حاجة واحدة. الاتنين مش حاجة واحدة. تمام؟ بس اقرأ فيها وباردها عليها. من الوقت احليل الوقتين ان شاء الله. طيب. ها. نيجي كده على متفضلي. ممكن مسلا حاجة مايكروب مسلا نظام برضا خلايا زاكرة. طيب حتى الان لأ ما اسمعتش عن النوضة دا. لكن ممكن اصدق مسلا ان واحد جالهم في الونزة. خلص الدور. ورجع جالهم في الونزة تاني. خلص الدور ويتجيلهم في الونزة تالت. طيب ايه السبب؟ ان الانفلونزة اسمها في الونزة بس مش نوع واحد انواع. انا جالي واحد النهاردة اتعاملت معاه وكمنت له اجسام مضادة. واللي جالي بعد عشر تيام نوع تاني. مش نفس النوع الاولاني. طيب هل الاجسام المضادة تفضل موجودة في جسمي طول الوقت؟ لا لها عمر لها فترة زمنية هتبقى موجودة عندي وبعد كده يتم تحلولها. تمام؟ فلو انا جالي نفس الفيروس نفس التركيب بتاعه مرة تانية خلال فترة زمنية قصيرة وكان عندي الاجسام المضادة. هيكون التعامل افضل. تمام؟ وخاصة ان الفيروسات المادة الوراسية بتاعتها ار ان ايه الجهاز بتعامل معاه كل مرة لانها حاجة غديدة. لانا مسجلش عنها او خلال زكرة لمسجلها المعلومات اللي فيها مختلفة عن النوع الجديد. زي ما احنا بنشوف اه فيروس كورونا لا بيتا لا جاما لا مش عارف ايه مايكرو كل ده اسماء بتظهر معانا وتحورها بتظهر في الفيروس فبالتالي الجسم بيتعامل معاك انه حديد. لكن لو اللقاح للدهولة مركب كيميائي ثابت عند كل الفيروسات دي موجودة عندها كلها يبقى اللقاح بتاعي فعال في كل الايه انوع الفيروسات الموجودة. معايا? يعني مسلا موليكم الفيروسات بتاعتها كلها تتحد او متحدة معانا او تركيب معين موجود ثابت عند الكل ما بيتغيرش. اه انا لو قدرت التركيب ده احقن الشخص بيه كلقاح. ففي الحالة دي اي نوع من الفيروس زي يجيني ففي الحالة دي هيتم التعامل مع بنفس اللقاح. بنفس الكافة. ما اضح كده? اه. اه تاني. ما احنا بقول عندنا. لو التطعيم اللي انا واخده لحاجة المادة الوراسية بتاعتها دي ان ايه? هيفضل معايا طول العمر ان ايه? اه. هيفضل معايا طول العمر اللي النوع ده بس. للارينين لنفس التركيب. لكن لو حصل تحور او تغير فيه. تمام? قد يتم التعامل وقد يتم التعامل معاك كاينه حاجة جديدة. لو التركيب كان تغير كبير في الجزء اللي انا حقنته للشخص التطعيم اللي انا ده تقوله? لا. الجزء اللي تم حقن الشخص بيه كتطعيم تم تغييره فالجسم يتعامل مع الفيروس ده كاينه حاجة جديدة. ما اعرفوش قبل كده. ما شافوهش. لكن لو نفس المادة كيميائية موجودة يتم التعامل معا من خلال خلال زاجرة. تمام. طيب نجيب كده جزئية ده عشان نصبه بقيت اللي ايه? الكلام اللي موجود? احنا هنا كنتعاملنا مع الجهاز المناعة التكييفي او التخصصي. تمام? اللي شفنا مع بعض شكلين. يا خلوة يا خلطي. خلوة كخلايا وخلطة كمواد كيميائية. بيقول لي هنا لو احد الكائنات الممرضة قدر يخترك الوسائل الدفاعية في الخطين اللي فاتوا اللي هو الفطري. يبقى في الحالة دي هننشط التخصصي او هننشط النوعي. وده اللي بنسميه خط الدفاع مين الثالس. طيب. الخط الدفاع الثالس عنده ثلاث خصائص. ايه هما? قال لي اول حاجة نوعية او تخصصية. زي ما احنا شفنا حاليا. انا عندي ايه? هتعامل مع خلايا شغلنا لها المناعة الخلوية. هتعامل مع مواد كيميائية شغلنا لها المناعة الفرازية. وعرفنا كمان ان القاتلة في انواع كثيرة منها. على حسب مين اللي هتقتله او الخلايا اللي هتقتلها. طيب. وبالنسبة للافرازية او الخلطية. عرفنا انها بتتعامل مع مركبات كيميائية كثيرة جدا وسموم كثيرة جدا وكل واحد منهم بتصنع له جسم مضاد خاص به هو بس. فبالتالي دي بنقول عليه تخصصية. فكل دفاع للجهاز المناعي يستهدف كائن ممرض خاص. يعني هصنع جسم مضاد خاص في فيروس كورونا. طيب انا عندي تلات اربع انواع من فيروس كورونا. يبقى جسم مضاد للأول والتاني والتالت. طيب لو انا اتعاملت معاك يا مركب سابت ان فيه شغلة سابتة في كل المكونات بتاعته او كلهم نفس التركيب الكيميائي في حاجة معينة. اي انتكت نفس الجسم مضاد ينفع معهم كله. طيب الخاصة التانية. المناعة بتاعتنا اكثر فعالية في التعارض الثاني. وده خلاص شوفناها مع بعض في الرسم البياني. ان التعارض الثاني اكثر كفاءة وفعالية عن التعارض الاول. لاب رقم تلاتة. الاستجابة المناعية تعمل من خلال جسم الكائن باكمله. لما شغلنا الجهاز المناع في الخط الثالث. مش زي الالتهاب. الالتهاب دبوس شاكيني في ايدي? الجزء ده هو اللي هيلتهم. مش جسم كله اللي هيلتهم. لأ موضع بس الشكة او موضع الدبوس او موضع الاخت طراق. تمام? لكن لما كلم على الخط الثالث لا. جسم كله هيشتغل. كل جهاز المناعية هيشتغل معي. دول التلات نقاط الاساسية من خصائص الجهاز المناعية التخصصية. عدد خصائص الجهاز المناعية التخصصية او مكتب للتلات. طيب الانتجين. ونقبلنا عشان الانتجين هنا. زكر جزئية منه. وفي حتة السابعة زكر برضو جزئية هنجيب بعد الوقت. ايه هو الانتجين? المادة التي تظهر الاستجابة المناعية او تنشطها. يعني المايكروب اللي دخل. سواء كان سائ خلية. عمل ايه? شغال المناعة بتاعتي. نشط المناعة. طيب عبارة عن ايه? مركبات موجودة على سطح الكائن الممرض. يعني الكائن الممرض اللي هو قد يكون خلية. ده مركب تميع موجود على سطحه. او سمو. بيفرزها الكائن الممرض. او سم جوه الجسم. نتيجة اختراق الكائن الممرض. لو جينا نواة يا بنات. الحاتمة. اللي هو الجزء السطحي الذي يتم التعرف عليه من قبل الجسم المضادل يرتبط به. يبقى احنا دلوقتي عندنا انتيجن وعندنا حاتمة. الانتيجن اللي هو الكائن الممرض نفسه اللي قد يكون خلية وقد يكون سائل. واللي ايه مكتوب لحتى نعم? ان يتعرف الجسم المضاد على انتيجن سائل او خلوي. يعني الجسم المضاد ممكن يتعرف على سائل وممكن يتعرف على خلية من خلال الافرازات اللي على سطحها. وانجيل هنا بيقول الحاتمة ايه هي الحاتمة اللي الجسم المضادل يرتبط بها الجزء السطحي اللي هيتم التعرف عليه من قبل الجسم المضاد عشان يرتبط به. طيب نرجع لنكامل النقطة اللي احنا قلناها معلش انا اتوهتوك على فكرة في الكتاب. عادة جيب صفحات قدامه وورا. وحس ان انت تهتو. تهتو ولا المعلومة مش مهمة. احنا بقولنا ممكن يكون عندنا فيه خلية جوة الجسم. خلية سرطانية مسلا. تمام? هيتم التعامل معاها كماناها خلوية. لكن هل ممكن الجسم المضاد يتعامل معاها? ممكن. في حالة ايه? ان الخلية نفسها افرزها مفرزة مادة كميائية على سطحها. فبالتالي المادة الكميائية دي مادة غريبة. ان خلية العادية ممتفرزهاش. فالجهاز المناعي يبدأ ينشط مع المادة الغريبة اللي مفرزة من الخلية دي. وبالتالي يتم التعامل معها كمنعة افرزية وليست كمنعة خلوية. ان هو يتعامل مع السموم او المادة كميائية الغريبة اللي تم افرزها من الخلية. ماشا كده جميع? تمام؟ الانت جين عرفنا اللي هي المادة اللي هتوزل لل hashtag المناعية او تنشطها. وده عبارة مركب كيميائي موجود على سطح كان الممرض او يكون مادة سامة. وهنا بدأ يشرح لي الجزء اللي احنا قلناه الخلايا البلعمية لما تغضي من المايكروب وتفتته وتتحول لخلايا عرض للانتجين والجلل الخلايا المساعدة تعمل تعرف مزدوج كل الكلام ده عندناه. تقدر خلايا بالعمية دورة مهمة في الاستجابة المناعية. فبيجي يسألنا عن الجزء دي من الخلايا اللي هدور مهمة في الاستجابة المناعية لخلايا بالعمية. شوفناها في الخط الدفاع التاني والخط الدفاع التالت. طيب. اللي هي اللي بتتعرف على الانتجين كالجسم غريب. وتلتهمه. وتحوله الى بروتين صغير. وروتين تهضمه. فيزبح اسمه ايه? ببتيل. تاخد حتى منه وتربطه بهالة. وتعرضه برا. فسمناها خلايا عرض للانتجين. تمام? طيب. واسمها اي بي سي. الخلايا العرضة. هتروح لقرب عرضة الانفوية. العرضة الانفوية دي عامة زي محطة بص في قلبي جسمي. فيها تجمعات كثيرة من خلايا المناعية. مجرد ما توصل هناك. وقفة خلايا ايه مساعدة بترائي بالوضع. لات واحدة جاي من بعيد ومعاها عرضاء. ثم راحا مباشرة ترتبط بيه. ويحصل بينهم التواصل. تمام? لما ترتبط المساعدة بالبلعمية. مباشرة تنشط. وتتكاسر. وتنتج بقى عندنا زاكرة. يبقى احنا كده اخدنا كم زاكرة يا بنات. مين اللي يقول ليه? مين الشطورة? ثلاثة مين ومين ومين. مناعة مكتسبة. المناعة المكتسبة هي الافرازية والخلوية. بتجل الاتنين. لكن احنا قلنا فيه خلية باقية ذاكرة. خلية تائية قاتلة ذاكرة. وخلية تائية مساعدة ذاكرة. تاني. انا عندي تلات خلية ذاكرات لحد الان. اتنين اخدناهم. واحدة في المناعة الخلوية. وديك تائية ذاكرة قاتلة. تمام? واخدنا عندنا في المناعة الافرازية برضو خلايا باقية ذاكرة. ودلوقتي قال لي ان خلية تائية المساعدة في منها كمان ذاكرة. وفي منها منشطة. يعني منها نعين. تتميز الى ذاكرة ومنشطة. المنشطة. المنشطة اللي هتنشط المناعة بتاعتنا خلوية او افرازية. وذاكرة هتسجل برضو اللي حصل. طيب. والذاكرة برضو زي ما احنا قلنا هتعيش لهيه سنين طويلة. تفضلي يا تسنين. يبقى احنا عندنا الزاكرة تلاتة. عندنا الزاكرة تلاتة. تعالي كده انا عمل اين عودة. التائية المساعدة في منها زاكرة وفي منها منشطة. في منها نعين. تمام? بمجرد ما ارتبطت بالخلية البلعمية العرضة الانتجين بتقوم تحول عندي الى زاكرة ومنشطة. منشطة عشان تشغل الخلية الاخرى سواء مناعة خلوية او مناعة افرازية. طيب. فاعلة بتاع اسف زاكرة عشان تسجل. الكلام ده وتعيش معنا لعشرة السنين. طيب. جينا بعد كده الانترلوكين. ونخبرة من كلمة عشان في الدرس في اول الدرس كان مكتوب اسمها الانترلوكين. الانترلوكين عنواع من الانترلوكين يبقى كلمة ده كلمة كبيرة. تحت منها نوعيم الانترلوكين عندنا في المناج. انترلوكين اتنين وده عرفنا في المناج الخلوية. انترلوكين اربعة في المناج لفرازين. اي مشكلة كده في الشرح اللي تحت كله? عشان نجيب بقى من بداية الدرس. بصيش يا غضب المعلوم. الناس كلها ليه من هو للدرس وماشي بالترتيب وانت اللي جابهنا بالعكس. معلش. لأ اولا كله مدرس بيشوف الطريقة الافضل لاتوصيل المعلوم. انا عندي ده نبدأ بالرسمتين الاول بتاع المناج الخلوية الافرازية. وبعد كده ابدأ اي اجيبك اللي ايه? الاضافة اللي فيه. الرسمة دي لو احنا جبناها الاول كنا هنقدر نفهمها بسهولة. خلية بالعامية. جابت الجسم الغريب. هضمته. عراضته. جاءت تاقية مساعدة. يتعرف التعرف من الزوج. طبعا مجرد ما جيب الرسمة دي واجي اكلمك عنها طبعا يبقى صعب شوية. طيب يبقوا ليه? الخلية بالعامية الملتهمة. تشكت من اشكال خلية دمو البيضاء واحدة النواة. راحل عالجسم الغريب. ابتلعته. هضمته. وفي الاخر بتخرج منين من سكوب الشعارات الدموية. وتروح للكان الغريب. ويبقى اسمها بلاعم كبيرة. وتحطو بافرزاتها. تيجي خلية تاقية. اللي هو قصد اعطائي المساعدة. ترتبط بيه بشكل متخصص. والارتباط ده هو اللي هيطلق انشط الجهاز المناعي التكييفي او التخصصي. هيشغل قولي اياتي. عايزة تقولي حاجة يا تسنين? لسه رفع ديكي. طيب. نيجي هنا. الخلاية دمو البيضاء التخصصية ده جزء المخطط اللي انا بعتلكم السرعة تاعتم. خلاية دمو البيضاء التخصصية. خلاية تنمو وتتطور من خلاية الجزائية اللينفاوية. يعني ده احد خلاية دمو البيضاء اللي هي اللينفاوية. طيب ودي مهمتها تهاجم اجساما غريبة معينة. يبقى كده في تخصص. فلزب انو عليها تخصصية. او النوع الباقية. يا باقية انت بتعمل ايه? قالت والله انا على سطحي حاجة مميزة اسمها. اجسام مضادة اللي واحد في الواقية اللي هنشوفها. طيب استمو المضادة دي هتنشط. وتحور عندنا من خلاية لازمية؟ ايه هي اللي بتنتج الاجسام المضادة? يبقى احنا عرفنا ان الخلاية الباقية موجود على سطح هأجسام مضادة. طيب الاجسام المضادة دي جات من اين؟ جات من خلاية لازمية. هي اللي بتنتج للاجسام المضادة. ايه ده الجزء الاولان. طيب نجي للتاقية. يا تاقية اللي بيميزك? قالت انا سطحه المستقبل تاقي. بالمستقبل تاقي طروع من زيارة رقم حد perd uh sure. تمام؟. تتميز بوجود انتي مستقبلات الانتجين او مستقبل التاقي. مستقبل انتيجين يعني هي اللي اتروح ترتبط بالانتجين. زي ما احنا شونا المستقبل التاقي في القاتلة راح ارتبط بجزء. والمستقبل التاقي اللي هو المساعدة راح ترتبط لبرضه بجزء من. يعني سواء القاتلة او المساعدة ارتبطوا كلها يهمة الانتجين. في هالة واحد وهالة اتنين لو انتم مفاكرين الجزئية دي. طيب سميناها مستقبلات الخلايا التاقية. او تي سي ار او تي سي لغزبته. الخلايا التاقية القاتلة. او خلايا التاقية السامة. سميناها تي ايت. ليه يا جماعة سميوتها تي ايت? عشان عندها بروتين عشان ستحسن منها سيدي ايت. ودي بتهاجم الخلايا الدارة. من خلال مين? بروتين يمزق الغشاء. اصدع البروفرين. بس ما جابش هنا سيرة الجرنزيم. لما دخل بقى بالتفصيل ام جاب سيرة الجرنزيم. تهاجم كل خلية تاقية قاتلة نوعا خاصا واحدة من الاجسام الغريب يعني لها جسم غريب محدد. ميكروب محدد بس بيتم التعامل معنا. طيب نيجي بعد كده. الخلية التاقية المساعدة. اللي هي التي هلب. من سميها تي فور. لها جماعة سميوتها تي فور. نفس التعليق الجزء اللي فوق لوجود بروتينات الخاصة ستحسن منها سيدي فور. وحاليا على دراسات كثيرة جدا لانها خاصة بمرض الادز. ودي الخلية اللي عندنا بتنخفض معدلة في قلب الجسم بسبب الادز. فبالتالي يظهر اعراض الادز على الشخص. طيب. قال لي مهمة جدا في الدفاع. ليه? قال لسه هي اللي بتحفز القاتلة عشان تقتل. تحفزها لتنقسم وتعمل لي جيش كثير عشان يروح يقتل. وممكن تعمل لي زاكرة منها كمان. وتروح كمان للباقية تقول لها يا باقية اعمل بلازمية عشان تصنع الاكسام مضاد. وهي كمان اللي بتفرز السيتوكينات اللي اسمها الانترلوكين. يبقى انترلوكين اتنين واربعة دول انواع من السيتوكينات. او تفرز هذه الخلايا نوعا من السيتوكينات ويسمى انترلوكين. وده اللي هو دور محوري في عملية الاستجابة المناعية من خلال نقل الاشارات والتواصل. يبقى التواصل بين الخلايا المناعية بيكون من خلال السيتوكينات. واحد امثلتها الانترلوكين. ماشا كده يا بنات? يبقى الانترلوكين عندنا ما هي الى مواد كميائية للتواصل بين الخلالة المناعية. خليها عايزة تقول لتنة رسالة تفرز لها انترل. طيب الخلالة التقيية الكابحة من اسمها مكابح بالعملية بالمكابح بنوقف اه تثبت مين التقيية البقية? امتى? لما يكون ما في حاجة اليوم. طيب من التقيية البقية? اه الكابحة توقف القاتلة وتوقف المساعدة. في مشكلة في الجزء الاول يا بنات? اللي عندها سؤال تتفضل حتى الان. هنجلها. هنجلها توقف. الجسم المضاد. بيسموه جلوب بيولين مناعي. جلوب بيولين مناعي. جلوب بيولين مناعي. تمام? طيب. وهتلاقوا حتى كلمة الكلمة دي اي من? اللي هي دعت عندنا اللي هي مناعة. كلمة مناعة اللي احنا بنشوفها في الاختصار بتاع التطبيق مناعة. طيب الاكسل المضادة. احنا كنا قيلين الاكسل المضادة موجودة فين? كنا على صدق خلال باقية. ممكن نلاقيها حرة. ممكن نلاقيها على سطح خلية البدينة. يبقى لها اكتر من موقع. ممكن نلاقيها على سطح خلال بلعمية. لما ترتبط بالمنطقة السابتة. يبقى دول اربع مواقع عندي للجسم المضادة. عشان بعض الابلات ممكن تجي تحب مسلا تطلع تكت سؤال كده. وتقول لك يا بنات هو الجسم المضاد. ليه كم موقع? يبقى عندي اربع مواقع. اشوف على سطح الباقية. سواء كالباقية عادية او باقية اتذكرها. اشوفه على سطح بدينا. اشوفه على سطح خلية بلعمية. بيرتبط بالمنطقة السابتة. او اشوفه حر رفعت بالدم او اللي هو الجهاز اللي مفاوي. تمام بس هو الجهاز اللي مفاوي يعني متلاشي شوية. اللي هنلاحظ ان هو تركيبه على شكل حرف واي. بيتكوى من اربع سلاسل من بيبتيت. بادرية تسنيه. وحرف الدم عندنا وعلى سطح خلاب العمية. ماشي كده? بيرتبط دم من منطقة السابتة. لكن بالنسبة لمنطقة المتغيرة دايما بقى ايه مرتبط بالانتشين? من خلال مواقع بتسمى بالحاتيمة. تمام? عرفنا ان احنا عندنا اربع سلاسل. اتنين تقال. واتنين خفاف. وبينهم لاتنين نفصل مرتب. عندنا منطقة سابتة. منطقة متغيرة. وفي مفصل في المفصل. تمام? عندنا اربع سلاسل مبتدية. اتنين ثقيلة. واتنين خفيفة. قال المنطقة المتغيرة تختلف من جسم مضاد لاخر. يعني الجسم مضاد ده بتصنع بالطلب على حسب الميكروب اللي جاي. على حسب الفيروس اللي في قلب الجسم. على حسب السم. كلما السم يتغير تركيبه الكيميائي. تمام? يبقى في الحالة دي عتي عندنا هنلاقي جسم مضاد خاصة به. طيب. وتسمح للجسم المضاد بان يتعرف على محدد. يعني الجسم مضاد ليه ميكروب محدد? ليه محدد? ليه محدد? ليه محدد? ننفعش الجسم المضاد يتعامل معه انتجين تاني. هو ليه افل ومفتاح. فجايبه لي اهو. يتعرف على موقع محدد. وجايبه يقول لي نواتي متكاملان. الجسم المضاد والحاتمة شكلان متكاملان. مثل الكفل والمفتاح. الاتنين يكملوا بعض. الاتنين ينفعوا يرتبطوا مع بعض. لكن ما ينفعش الجسم المضاد الكائم معين. يرتبط بكان اخر ايه اللي ازا كان نفسي التركيب الكيميائي. طيب. عرفنا الانتجينات قد تكون سوائل او قد تكون خلايا. وهنا رفنا الحاتمة اللي هو الجزء السطح. يعني. يكون مراكب کميائي كبير. والجسم المضاد يروح يتعرف على حتة معينة من الجنب. يرتبط به. تمام? طيب ممكن يكون خلية ويرح يتعرف على حتة معينة من الخلية. فبنسمى الموقع اللي تم التعرف عليه اسمه الحاتمة. الجزء السطح الانتجين. اللي بيتم التعرف عليه من الجسم المضاد. وده بيرتبط في نفس الكفل المتاحز. لكن لما نجي للمستقبل تائي. هلالي مستقبل التائي لي موجودة على سلطة الخلايا التاقية كلها. سواء تاقية كابحة. تاقية مساعدة. تاقية قاتلة. كلهم عندهم المستقبل التاقية. وقلت لكم على شكل رقم حداشر. طيب عندي منطقة سابتة ومنطقة متغيرة. كم سلسل ببتد اتنين ببتد. وده بيكون على سلطة الخلايا التاقية. ناخد بالنا من حال. موقع الارتباط بالانتجين هنا بس الحتة دي. موقع الارتباط الارتباط بالانتجين عند الجسم المضاد المنطقتين دول. يبقى الجسم المضاد ممكن يرتبط بكام انتجين باتنين. لكن المستقبل التاقي يرتبط بكام انتجين واحد. وده سؤال جاء في اختبار قبل الكورون على طول. تم كده? آه جاي بقول ليه المستقبل التاقي بيرتبط بانتجين واحد بس. فكانت الاجابة بتاعته لوجود سلسلتين فقط من البيبتد. عند اتنين بيبتد بس. تمام? لوجود منطقة متغيرة واحدة. انا عند منطقة واحدة متغيرة. لكن لما ارجع للشكل اللي فوق. عند اربع سلاسل من البيبتد. بمنطقتين متغيرتين. اده منطقة واده منطقة. فالمنطقتين المتغيرتين الموجودين معايا دول هتاح امكانية ان الجسم المضاد نفسه ممكن يمسك اتنين مايكروب في نفس اللحظة. بس يكون من نفس التركيب الكيميائي. يعني الجسم مضاد كده عمل زي ادال اتنين. ممكن نفس الشخص من اليد دي وشخص باليد دي. بس يكون نفس الايه? التركيب الكيميائي. ما فيش فرق بابل الاتنين. لان دي الاتنين نفس الشكل ما فيش فرق بابل. فالتركيب الكيميائي بتاع الجزء ده هو نفس التركيب الكيميائي بتاع الجزء ده فبالتالي الجسم مضاد يرتبط بانتلجينين او بحاتمتين دي نفس التركيب الكيميائي. لكن بالنسبة للمستقبل التائي يرتبط بحاتمة واحدة فقط. لان عنده منطقة متغيرة واحدة فقط. لكن الجسم مضاد عنده منطقي. المستقبل التائي. المستقبلات غشائية موجودة على سطة خلال انفاوية. اللي هو اي سؤال يا جميل ما من هنا. يتكوم من منطقة سابتة ادى المنطقة السابتة. منطقة متغيرة ادى المنطقة متغيرة. ناخد بلنا من حاجة ان الجسم موضorman كان اربعة سترة البتين. لكن المستقبل التائي اتنين بس. هناك كان في منطقة متغيرة ومنطقة سابتة وبينهم مفصل هنا منطقة متغيرة ومنطقة سابتة. هناك منطقتين متغيرتين هنا منطقة متغيرة واحدة. هناك يرتوط بجسمين انه يرتوط بجسم واحد او انتجينين وهنا انتجين واحد. ده بالنسبة عن ده الجزئية ده. نجيب اخر جزئية جميل وبعد كده الاسئلة اللي حتى لو الحس افصل خل حاجة يبقى انا تحت امرك ما ما فيش مشكلة نفتح من جديد. السؤال المنفي التاني اهو. وقلتوكم اخدوا بالكم عشان لو جالس احب خطأ. لا يستطيع المستقبل التاعي التعرف على انتجين قابل الدوبان او انتجين موجود على صدق خلية غريبة. يعني ايه اللي عبارة دي يا استاذ? تكريني خلية تاقي المساعدة? راح اتعملت حاجة اسمها التعرف المزدوج زي ما انتم شايفين هنا. ادي التاقي المساعدة ايه. او التاقي القاتلة. راح اتعمل التعرف المزدوج. هل كان في امكان القاتلة انها تروح مباشرة ترتبط من غير هلة ومن غير جزئي البتيد? ده ورجعنا كده للرسمات اللي احنا اخذناها. ادي التاقي المساعدة. لما راحت ارتبطت ارتبطت بالاتنين مع بعض. بجزئ هلة والبتيد. ولما جينا حتى بتنقتل الانترلوكين رقم واحد. بتاعدل هلة الرقم واحد اهو. ادي خلية تاقي القاتلة. عندها المستقبلة بتاعها هو اللي هو وعندنا هلة واحد وعندنا جزئي البتيد. يعني لازم يكون عنده تعرف مزدوج. لكن هل من امكان خلية التاقي القاتلة ان هي تروح مباشرة ترتبط بالبتيد سواء هنا. او الرسمة دي من غير ما يكونوا الاتنين موجودين اللي هم المستقبل التاقي والبروتين مع بعض. فده العبارة بتاعتنا في الكلام ده. فجيب قولي اهو نكرر اوها تاني. لا يستطيع المستقبل التاقي. اي كان مستقبل التاقي. سواء تاية مساعدة ايا قاتلة. التعرف على انتج قبل الزوبان. ما تروحش هي ترتبط بالمايكروب. سواء كان سايد او كان خلية. ومال ازاي تتم التعرف? قال لي لازم الخلية المستضيفة اللي هو اصدع الخلية البلعمية. تهضمه. وتحوله الببتيد. وتعرضه. وبعد دي كان تجي هي ترتبط على الجهاز. يبقى فهمنا الجزئة دي يا بنات? يبقى تاني. الخلية التاقية. مستحيل تروح هي تتعامل مباشرة مع المايكروب او مع الانتجين. ام تتتعامل معاه? لما يكون معروض الخلية البلعمية هضمته فتتته وعرضت حتى منه. ففي الحالة دي هي تروح تتعرف بشكل جاهز. بعد ما البلعمية امت بالموان. طيب. اعرفنا ان عندنا الموضوع ده سمنا التعرف المزدوج. ليه تعرف المزدوج? لان تم التعرف على حاجتين. جزئ اللي ببتدي. اللي هو الجزء اللي متوقي. او اللي تم هضمه. او الباقي من هضم المايكروب او هلا. اللي عرفتنا هنا كان عندنا الخليل بالعمية هلا. هلا عندي بنانو عين? او بنسميها خلاة دم البيضاء. ما انواع كلاة دم البيضاء? او هلاي الماشي. اه. اللي هو اهل الخليل اللي فيها اه نواة. لو شوفنا الخليل كان فاعم نواة كان عندها هلا واحد. تقل خليلات بلعمية كان عندها الصنف اللي هو الاكدنا نشوفه في الخليل غلقة. وكده نكون خلصنا الجزئية الخاصة بجهاز المنع. اتفضل يا اشي اقول. كان عندك سؤال جميع. يعني الجواب خلاص? طيب تمام ايه تاني? اللي عندها ايه سؤال تتفضل. خلص جهاز المنع كده تفهم? اه الاندي لأ. اه مشي. تب هلا واحد هلا اتنين وخلاص. هلا واحد هلا اتنين. هلا واحد هلا اتنين. الانجليزي الانتين والله ما هنزع. الاتنين صح? ايه تاني. يا حلوين. طيب. احنا قربنا ننهي المنع بازن الله. فضل لنا بس الجهاز التناسلي. مطلوب منكم بقى يا بنات تبدأوا تركزهم على حل الورق العام اللي انا بعته لكم تهلو كويس. تمام? اي سؤال يقف عليكم تبعتوه على الجروب مباشرة. ما تنتظروش. وانا مباشرة. اجاوب لكم اي سؤال بتبعتوه? السؤال ده فكرة ايه? او اللي اجابة بتعتوه ايه? بنك التوجيه. بعتلكم الاسئلة بعتلكم الاجابة. تبدأوا برضو نفس الوضع. ترجعوا كل الاجزاء اللي موجودة عندنا فيه. وتحلوا كل الاسئلة. ولو اي سؤال ظهر معكم غريب او المعلومة ده فيه حاسين فيها ضربة او فيها مشكلة معينة على طول تبعتوها على ضربة ونبدأ نشوف كل الكلم ده مع بعض. ماشي يا بنات? مش عايزين نركن البنك وانفجأة اللي الاختبارات دخلت علينا واحنا مخلصناش البنك. احنا عايزين البنك بتاعنا قبل ما نخلص جهاز تناسولي يكون انتم مقربين فيه. نخلص التناسولي نشوف ايه المشاكل اللي موجودة او الاسئلة اللي فيها اي مشاكل نزبطها مع بعض. تمام? بحيس ان احنا نبدأ مع بعض حلل الاختبارات ونبدأ نعمل نمازج اختبارات تجريبية انا وزمان دي نعمل بازن الله نعمل اختبارات نمازج تجريبية ونوزها على بعض. فبالتالي ابعتروكم النمازج دي وكل واحد منكم يحلل نمازج ويبعت التجابات ونقيم بعض ونشوف مستواياكم. مش يا شباب? ها متفقين ولا هتتكسلوا? ماشي ما فيش مشكلة. المرة الجاية ما فيش مشكلة. حلوا بس الاسئلة بتاعته اللي انتو تقدروا عادية. ولما يجي معكم اي سؤال في مشكلة? المرة الجاية احنا مع بعض على السريعة. قال اللي انتو حلتوه خلاص مش هياخد منينا وقت. انت حلو كتبا. قولي افلانة قالت. تاسنين جات في جزئية معينة قلت لي والله يا سيزر مش فهم السؤال ده. اقول لها ما فيش مشكلة السؤال ده فكرة واحد اتنين تلاتة. تمام? ونفهم ايه الجزئية. وهكزا. اي واحدة تلاقي سؤال في مشكلة في الاجابة بتاعته? او انا لقيتها مجاوبة السؤال الاجابة بتاعته مش دقيقة كويس? او اوضح لها الاجابة الصحة بتاعته متعدلة عن دفع بمزاكرة. تمام? نخلص البنك بتاعنا نكون شغالين فيه. تمام? عندك اختبار قصير الاسبوع ده. ما فيش مشكلة لما افتح بنك التوجيه. وابدأ اشتغل على الاسئلة اللي موجودة فيه الخاصة بالاختبار. عندي الجاز العاصب مركزي والطرفي والهرموني. اشتغل فيه. وابدأ احل واضرب نفسه على الاسئلة اللي فيه. اقدرسهم كويس وابدأ احل. تمام? يبقى انا كده ما كنت نفسه من المدى العلمة. وعندوكم اختبارات كنت انا بعتلكم عشان تدربوا نفسكم. ماشي يا بنات? ها. حد لسا عنده اي سؤال والصفصار? يلا ما عدتش معنا لسواني. ها? حد عنده اي سؤال والصفصار? لو في اي حاجة عبعته عرضوها لكم. يلا بنتا في ان شاء الله. نعم? عفوا. يلا. اراكم الحصة القادمة ان شاء الله. فراحة تابعا.